الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليها افضل الصلاة والسلام سنة تانية الافطال ازايكم عاملين ايه؟ معاكم هند عصام من الفرقة الثالثة اعرف ان ازاقتكم مني بس المرادة يرجعلكو بمديول جديد وجميل وحقيقي خفيف جدا 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 انا كهند مبسوطة اني هشرح لكم حاجة في المديول ده بجد اكتر مديول خفيف وجميل وياريت الطب كله اندوكراين يعني اللي عادة من المديولات اللي فاتت كلها مش هيوقف قدام مديول زي دوان اطلاقا وهانت خلاص فعلا فاضل تك اهم حاجة بس تتحكوا كده على طول واتطولوا خلقوكوا لان الطب مش محتاج غير كده يلا بينا توكلنا على الله نقرأ الاول الدعاء الجميل اللي شامل كل الادعية اللهم اني اسألك من الخير كله عاجل وآجل ما علمت منه وما لم اعلم واعوذ بك من الشر كله عاجل وآجل ما علمت منه وما لم اعلم ودعاء بداية المذاكرة اللهم اني اسألك فيهم النبيين وحفظ المرسلين وآلهام الملائكة المقربين اللهم اجعل ألسنتنا دائما عامرة بذكرك وكلوبونا بخشاتك وأسرارونا بطاعتك انك على كل شيء قدير تمام اول حاجة بس عايز اقول لكم ان فيه 8 خطوات للنجاح وزي ما انا قلتهم قبل كده يعني تقريبا الاسمين قبل كده هم كلهم حاول 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 مرة اخرى حاول بطريقة اخرى حاول غدا مرة اخرى اطلب المساعدة من حد اكبر منك حاول انك تتكلم مع حد حقه اللي انت عايز تحققه اي حاجة مش عارفة تيجي معاك حاول تصلحها حاول تستخدم كذا طريقة ما تستسلمش استمر في المحاولة حتى تنجح تمام اي حد ويع في اي مديول من مديولات رفايتة سواء عملي او سواء نظري لقدر الله وكده هيعود في المديول ده ولسه معاه فرصة ادام معاك فرصة وادام فيه طريقة انك تعاوب بيها كل اللي فتك فتمسك بيها تمسك بيها وما تسيبهاش من ايدك كون قويا اليوم اكثر من الامس خليك قوي وغدا اكثر من اليوم حبا في الحياة وارسم ابتسامة عريضة زي منها لسه الالكو على وجهك وزي ما الليلة دي وزي ما النهاردة انتهى هينتهي وزي ما انبرح هينتهي وهمك وتعبك كده برضو هينتهي تفائل وصك بالله اذا اردت ان تحقق شيئا عظيما في الحياة تحدى نفسك اهم حاجة انك تتحدى نفسك وما تستسلمش وما تقعش اهم حاجة انك تقوم بعد ما تقع اهم حاجة انك تقوم الاحباط وانا فقدت الشغف والكلام ده سيبكوا منه خالص يعني اكيد في المستقبل هنقف قدام عينين واكيد لقدر الله مثلا مش هنعرف نعليك حالة معينة وكده فالمفروب برضو ان احنا نبقى متعودين من صغرين ان احنا ما نستسلمش خالص وان احنا نقوم شعور الفشل ومهما سقط انهض من جديد يلا بقى عشان كترت ان نخش في المحاضرة بتاعتنا طيب هنتكلم عن ايه هنتكلم عن انتر اه انتر ريليشن اللي هو العلاقة ما بين الهايبوسالماس والبتيوتري انا نعرف يعني ايه هي بتيوتري وبرضه هتخضون في الاناتم والهيستيروجي وبعدين هنتكلم عن الانتيرو بتيوتري جلاند اللي هي ادينو هيبوفيسيز والبستيرو بتيوتري برضو تمام وي matt ladhenophysics الانتيربتيوت المشاكل اللي بتحصل نتيجه نقصه او نتيجه زيادته نأخد اللاعات البرولكتين المسالين من الانتيربيتيوتري سوكلنا على الله طيب اول حاجة انا جايب لكم الصورة دي مع انها تاخدوها في الاناتوم يعني بس عشان اعرفكم ان دي حاجة كده اسمها زي حتو تلحصان كده بنسميها ايه بنسميها سلة ترسيكا بنسميها سلة ترسيكا السلة ترسيكا دي او الطبق ده بيضع فيه البتيوتري جلاند تمام وهو موجود في اللسقال دي اللسقالة هي يبدون اسمه سلة ترسيكا والسلة ترسيكا ده بيضع فيه بتيتري? بتيتري متوصلة بحلقة واه او او حاجة كده اسمها بتوصلها بايه? بها هي متوصلة بالهاي بسلامس عن طريقة حاجة اسمها ايه? ده ده وفيه ايدي بسري بتيتري ها وهو انترميدية بتيتري اللي هو الفص الوسطي مش بيبين. تمام? يبين معاني الانتير بتيتري ووراء البسلمة ايه ونحن حاجة انها موجودة في حتاس اسمها ايه؟ سلة طيب ده نبقى نفس الكلام بضبط ادي الهايبو سلاموس ودي الاسطاق او العنك او الرقبة بنصمي QA الرابط ما بين الهايبو سلاموس ما بين الباتيتيتري. وادي انتيرو بتتتري. وادي البارس انترميديت اللي هو الوسطي اللي انا بقول لكم ي персонаж بيبانه هنا. تمام? وبعدين ادي البسيرو ايه البسيرو بتيتري. هاتها اغضوه في الهستولوج. بس انا بس محتاجا للنقطتين دول معي هنا في المحاضرة شفيت. تمام? طيب. اا 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 ال تالت و رابع بيقولوا ان العلاقة اللي مبين الهايبوسانوس و الهايبوسانوس و الهايبوسانوس يسميها الموت اللي هو維ه الموتicks بالنفسي يصميها إيجاب نيوروهايبوفيسس 25% Eternal يقول لك ان في الواصلة معا بين الهايبوفيسيس ومعا بين البتيوتريي عن طريق وجهة بقى بتفرز فيها؟ Oh Diana 제�ű begin to connect to the الجرس هرمون Yeah enterob equity بالنسبة عندنا البتيوتريون هي مثلا عن طريق مثلا واحد زي الجرس هرمون. الهايبو سلمس بيقول لها ايه بيطلع لها هرمون اسمه جرس هرمون ريليزنج هرمون معناها يروح للبيتيوتري يقوم جاي يعمل ريليز للجرس هرمون يعني ويحفزه ان هو يطلع تمام برضو انهيبتنج هرمون يروح يعمل له انهيبشن كده تمام عن طريق ايه بقى بيمشوا في الدم عن طريق البرتل سيركيلوشن دول طيب الهرمونات بتاعت البستير بيطلع لهايبو سلمس ميش بتصنع في البتياتري صوبرا اوبتك نيكلياي ويبرة فانتركي لارنيكلياي ويصنع ايدي ايدي واحد فيهم بيصنع الاكسيطوسن وبعدين عن طريق نيكلياي يمشوا في الازون الازونه هو عن طريق البلازمة مرتبطين ببروتين في البلازمة هنا وبعدين ينزلون ويحصل لهم استوريج تغزين وبعدين اول مجلس ما يحتاجهم يوم يحصل لهم ريليز من البستير بيتياتري لكن التكوين اللا بيتم فوق الهايبوصالمص عدنا نيرفات يقل هنا ا했어 وصله متى الهايبوصالمص وكان البيتة sertاء مبين البيتة UCL وimeters مبين الهايبوصالمi وقتى البيتة كان هنا text المري ان تعلم سيقول نا principalmente البيتة أولا نعلم انني سادقauล أولا نخطيkk نحن نسمي هايبوفيس formula او او بتيوتوري. يبقى نسميها هيبوفيز سيربراي او hecho المهم ان هيا اسمها هيبوفيز السيربراي او اسمها بتيوتوري جلد. موجودة كيف هي موجودة فى الصلة ليها الرسمية. هي عملة كذلك عملت مثل الحصان كذل 2018. موجودة في الاسكال. طيب كلنك هيا نكتب понять عليها ماهي بلونك أو أيها بل fundament pum و بتيوتوري. هي بتبقى موجودة انتويو بولاك اهي هي بتبقى في السل كذا وهيد الهايبو سالماس وهيد الانتون pitches突وتوري واهي. يبقى ده كده اسمه استق وده كده اسمه هايبوسالموس وده كده اسمه Patienten 病�وري وده كده اسمه ودي كده اسمه سلة م했어 اه فهو بيقول لك تاني اه ان هي اه ان هي الكونكتدا ان هي الكونكتدا اا للهايبوسالموس ببتيوتر استق اللي هو العنق اللي هو الانفانديبل لهم ده يعني اللي هو واصل ما بينهم عبارة عن انتين لوبر ايستقوية انتيوبتتتتتيوتري هناك سميناه ادينوهايبوفيس ويبوبستتتري نيورو هيبوفيسيس. طيب البستيرو البوتيتري او الفصل الخالفي ده من سميه نيورو ليه? لانه هو في نيرفات. قلنا صوبرا اوبتيك نينكلياي وي برافنتيكي لارنكلياي. بيصنعها الادئتش والاكسيتوسين. وبعدين يمشوا عن طريق النيرفات الازون بتاع النيرف او محور النيرف لحد ما يروحه يستور في الاي في البوتيتري. فالعلاقة نيرفاتي يعني فمن سميها نيورو ايه نيورو هيبوفيسيس. طعم اما الادينو دي هي بتفرز بقى الهرمونات وكده فسميناها اذينو اه اذينو ا barre ادميو هيبclamation تمام طيب بيقول لك نفس الكلام اللي احنا قلناه ما بين الهيبوسلا δения الله وبالتالي جلاند عبارة عن حياتين اللي هو سميناه اه اه مبلغ الهيبوسلاد وما بين الهيبوسلاد وما بين الهيبيوسلاد وما بين الهيبوسلاد وهيبيوسلاد وامني ي不起 needed ايه يبقى في وصلة دموية اللي هيke وفي وصلة عصبية اللي هي طيب الوصلة الدموية دي اللي هي ايه 김�schuss SMG عارفين ان الهايبو صلاة مصłe بتطلع مسلا gross hormone releasing hermone تروح تحافز البتتر في ان يطلب ان الانتيبو التي يطلب gross hormonerehomone او بتطلع gross hormones inhibiting هرمون تروح تحمل دي كمتاع في انهايبو صلاة مص Queensland انهايبو صلاة هذه فيها homo and dette ركو بعدين يگّ Natürlich tu اَل milk عشان رجلية السكريشة متاع الاتس هيرمون يقول لها والله يطلع جروس هيرمون كتير او اعملي انهيبتنج للجروس هيرمون بتاعه طيب اما التركت بقى مسؤول على الاده والاكسيتوسين واللي علاقة بالبستير بتيوتري لان البستير بتورر الفصل الخلفي ده من سميه فصل خلفي عصبي اصلا لانه فيه خلايا عصبية بيطلع ولانيطنتج ا ambos heterosolацион Tam цел lit의 semm bat eoblase p britain بينقل لهم منين هما التحدث اصنيعو في evenly up top بينقل لهم علشان يجعلوه مستورجتو في البستير بتوري اللي نسميها الاليوروة ان يرين برضو من البستير بديوتوري تمام طيب الانبان بتستوري الخلية تتخل نوع من خلائق خلائق نوع اسمه و نوع اسمه خلائق 50% خمسين في المئة خمسين في المئة خلائق ده من الاخر كده ملوش لازمة ما بيفرز شيئا مفرووش و ما فروش و أي لازمة هتاخد له في الحسطول لكن لان احب الفيل الجميل جدا 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 لنحبه عشان هو لي لازمة الوه 50% فيه سكرتوري جرانيون يعني بيفرز حاجات الكوروموفيل ده عبارة عن نوعين من الخلايا عليه وضع السلام عبارة عن اسيدوفيل وده 40% طب كده هند فضل 10% اهي اللي هو البيزوفيل تمام؟ اسيدوفيل وهتاخده في الهستولوجي بقى صابغة مش عارفة يوسين وعشان كده سمينا اسيدوفيل ودي صابغة مش عارف ايه كده بيزوفيل وكده هتاخده في الهستولوجي المهم ان احنا هنا في الفيسيولوجي 40% اسيدوفيل و 10% بيزوفيل طيب انت بتكلمين على الانتيوروبيوتري اللي هو الأدينوهايبوفيس قلتيني انه يفرز GH والبرولاكتين والACTH والFSH والLH وبالتالي الخلايا دي اللي هي الكوروموفيل سكرتوري هتفرز الحاجة انت قلتها لي دي او فعلا هتفرز الحاجة اللي انا قلتها لك دي بس هم متقسمين بقى الاسيدوفيل الGH والبرولاكتين اما الباقي هم البيزوفيل طيب الاسيدوفيل اللي هي 40% بتفرز سوماتو طروف سوماتو أصلاً اللي هو جروس هرمون اسمه سوماتو أصلاً تمام فسوماتو تروف آآ ريليز الجروس هرمون أما لاكتو تروف اللاكتين اللي هو البرولاكتين بتريليز دي خلايا بتريليز ايه بتريليز البرولاكتين هرمون لهم الأسيدوفيل لهم 40% طيب باقي الكروموفيل بقى بيزوفيل 10% نسبة صغيرة خلص عندك السيروتروف بيفرزه اللي هو SATÖ اليو يحافز SATÖ اللي هو 커�ليكو هرمون اللي بيروح يحافز سيروتروف طيب الكورتيكو تروف آآ ريليز الأدينا كورتيكو ترافيكم هرمون اللي هو م SCH يبقى الكورتيكو تروف دي خلايا بتفرز الαι استي اتش وال ام SH единية لوجه الجنادي التروف بتفرز الفلائك celebrates woman color الـ LH اللي هو Leutern administ징 هيرمون تمام وفي حدنا أنتيرو بتيوتوري عبارة عن كروموفوب أو كروموفييل كروموفوب خمسين في المئة لիها لازمة كلنا بنحب الفيل فخمسين في المئة لها لازمةل عندنا نوعين من الخلايا اسيدوفيل فل وبيزوفيل اسيدوفيل هي نسبة جد很ك signatures 40% اللي هنشرح الهيرموين بتصوحة لهم بنفس rotlleem Kehrasse Rumoro LOISTEN Tx من اللاكتوتروب. تمام ودولة 40% اما البيزوفيل هم 10% باقي الهرمونات مش هنشرح منهم غير ام مش هنشرح منهم حاجة تقريبا يعني او مش هنشرح منهم حاجة اللهم الصيروتروب الخلاق دي بتفرز TSH والكورتيكوتروب بتفرز ACTH وMSH والجنادوتروب بتفرز FSH والLH تمام تمام احنا نشرح من هنشرح الاتنين دول اللهم الاسيدو فيه اللهم 40% اللهم الجروس هرمون والبرولاكتين تمام تمام طيب بيولك ايه بيولك ايه بيولك رجيليشن الانتيرو بتيوتري ام 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 بالنظم الفنكشن بتاعها ازاي الهايبو سالمس ده عارف زي ايه زي المدير مدير الشركة او العميد الكلية اللي هو بيلاحظ كل حاجة واي حاجة تحصل من الدفرنت اندوكراينجليند على حسب البضي النيت والله اللي انا لاحظت ان السيرويد محتاجة سيروكسن فانا لازم افرز ايه افرز ام 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 سيروكسن ريليزنج هرمون. تي ار اتش تي ار اتش ده يروح للبيتتوتري يي خ الله تفرس تي ساتش تي ركسي لايه يروح للسيرويد Personal الجسم Lambda هو بيلاحظ وبالتالي اي بينظم اي شغل الجسمه كده practice bla Supp hence different patient او انهيبتن جرمون. زي ما قلنا. ده بيروح لبيتاتري. بيخلها تطلع او بيروح لبيتاتري. خلها تطلع انهيبتن جرمون. ذات ايه? ذات دي تشيدي طريق هايبو سلامو هايبوفيزيال بورتال ايه بورتال سيركيوليشان. اللي هو اللي هو بقى والبرولكتين والتيس اتش والالية والافست اتش والالي اتش والالية. والخلاة دي كلها عن طريق الاس لكن هو الهايبوطمس نفسه يصمع الاده و الاكسيتوسن. وهو نفسه اللي يصمعهم و بس يوديهم في البتيوتري عشان تعملهم استور. تخزنهم بس. لكن من ناحية التنظيم هو بيبعت بيبعت عن طريق عن طريق استركيليش. لكن هو بيصمع اصلا الاده والاكسيتوسن ويبعتهم عن طريق التراكت اللي هو نيرفوستراكت ده لهي البتيوتري يتخزن فيهم. في فرق ما بين ده وما بين ده. خلي بالكم. تمام. الهرمونات بقى زيا،ذه من醒ه ... ليحقا ده هيرمون بقى هاي بصلمت بطنع ايه ؟ ولكن لك grouphan carbon dens hypermoney بطنع جورو نظ بيتخلي لها من عمل الفرمون CH Jerusalem Inhibiting Ghermon جورو نظرات الم Detroit او بنسميه C S-R2 بكنوا عندنا حاجهين عندنا بطنع ك psychopathophastus ده عكس جورو نظرات الم thểكون و عندنا رؤية موضة مع حاجه مع الـ J-S but it's in temperature يطلع من الليفر اسمها سوماتوميدين بيطلعوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو يبيين يروح البيتيتر يتصنعه برولكسين. او tio او istiyorum. الا المدف اليه يوتمر ملي soci顯 يابناه يعني هو بيطاق بيطاق البيتشيطري جونادو تروبين ريليزنج هرمون يروح للبيتشيطري يخلط صنع FSH وخلط صنع LH تمام طيب في بقى حاجة اسمها نيجات الفيدباك وليس هنأخذها دلوقتي نيجات الفيدباك يعني ايه؟ يعني دلوقتي الهرمونات زادت في الجسم تروح للبيتشيطري او تروح للهايبو سلمس تقولها ايه؟ تقولها ايه؟ تقولها خلاص وقافي انا كده زيت خلاص مش عايز تاني مثلا مثلا عندك الثيروية الجلند الثيروية الجلند دي بتعمل ايه؟ بتعمل Long Feedback Long Feedback Long Feedback ده لإما يروح للبيتشيطري لإما يروح للهايبو سلمس اغلبية الفيدباك يعني بتبقى نيجاتف معادة Long Feedback ده سعب يبقى بسط في ساعات بيبقى نيجاتف تعالوا معايا كده اول حاجة الثيروية ده اللي هرمونات بتاعتها زادت اوي 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 فعايزة تقول للبيتشيطري خلاص خلاص كده انا استكفيت مش عايزة تاني خلاص اوقفي فتروح تبعث Long Feedback لإيه للبيتشيطري او Long Feedback للهايبو سلمس Long عشان بعد قليل للبيتشيطري او للهايبو سلمس خلاص ده سمون نيجاتفيدباك ما تعملوش تاني او مثلا الثيروية قل الهرمونات بتاعتها فتروح تبعث تقول للبيتشيطري والهايبو سلمس طلب الهايبو سلمس يطلع اي طلع تي اس اتش ريليزنج هرمون يروح للبيتشيطري يروح للهايبو سلمس يقوم جامع محفز تي اس اتش في زيد السيروكس والعكس صحيح هي بتعمل Long Feedback للبيتشيطري و Long Feedback للهايبو سلمس بعد قامت Long Feedback للبيتشيطري مثلا البيتشيطري نفسها روحة السيرويد ويروحة للبيتشيطري قلت لها خلاص انا مش عايزة تي اس اتش ومش عايزة تحفزيني فالبيتشيطري طلعت شرط فيدباك للهايبو سلمس مش عايزة ايه مش عايزة تحفزني والهايبو سلمس ز onde spatial و نسميها التراشيرووس و يهم ان مكلم نفسه و يقول له ليس عايزة تي ار اي تشيطري خلاص خليه عندك שהريمة لا تحفز ناجر تمام ثم عزة السيرويد لها الص paar للبيتشتري ونسلم نسميه نجة النجة النجات الفيدباك البتشتري وصلها امر ان السايرويت مش عايزة تانى فبعتت شورت فيدئ للاي aynı لا الزاالي تقول له ما تطلّع عليش ريزي جرمون تانى الهايب ايشع دي قرامة فهيعمل الترا شورته فيد باك هقول لي نفسي متعمل ش تانى فبالتالي مش احصل تانى طيب السايرويت دلوقتي قالت فبالتالي هتطلع بوسط الفيدي باكба فيلبيتشتري و injustice і هايبو سالمس. تقول لهم ايه? طلعوا لي. فالسايريد تطلع لها هاتي اس اتش. تمام? والهايبو سالمس يطلع عليها ريليزنج هرمون يروح للسايريد يقوم جاي مطلع هاتي اس اتش زيادة تقوم جاي راحة ايه? مزودة تي سري وتي فور. بقولك ان اغلبية اللونج فيدباك بيكون او بوسطف اما اما الشورت او الالترا شورت بيبقى بيبقى نيجاتف. تمام? كل الكلام ده هنقوله دلوقتي لكن الاو بشرح اني مسلا ايه? ان ان خلص الاس سيرايد حصل استيميليليشن ما عودش عشان عشان يحصلها اوور استيميليشن واتدخني وكده لا. انا خلاص بقى اهم اه شيء ازاي ده عن حده بتقلب ضده لا انا اقفوا بقى ما خلوش يزيده عن حده يعني بيقول لك اتس امبورتن فور دي تو دي اي رجي ليش مهم جدا عشان تنظم ايه تنظم الهرمونات اللي موجودة في جسمنا وكده تمام بيقول لك الطيب اوف الفيدباك نفس اللي احنا شرحناهم بزبط عندنا لونج فيدباك لونج فيدباك ميكانيزم اهو لونج فيدباك على جزيز كنترول اه اه كير بويتارجي جيلاند هرمون انه مثلا الصيري Pont coloca line hρα stab asked strains ايه اصنع ايه زي الصيري formation تقوم جاى اعملاوا ناشا لونج فيدباك زي لونج فيدباك على الى بتيوتيتراي او لونج فيدباك على الايه على على الهايبوسالا مصوة هنا بيقول لك فيدباك دا بيه افكت الهابوسالمس زي الستيرويدهرمم مثلا على طول هي التي تأفكت الهايبوسالانس وتبعي MT głos وانتخذي lapse تقول له ciel ايه بتافكت الهايبوسامس Lorenz stron. التى فيج sudah لها التنسي ريد الوضع ستعديل على البيتواتر او الفئة من الهيبوساموس أو البيتواتر يظهر في هذه الهيبوسوس الهيبوساموس و البيتوتر هذا هو من الانهيباتوري الآن ان يكون ساعات بيتواتر لدينا شرط في البيتوتر تبعته البيتواتر في الهيبوساموس science testific بيبوسوس الساعات اقول اللقيف لنا حاجات البتويتر يعني تنسللي اللقاء خلاص مش عايزين تاني مش عايزين ريليزن جهرمون مش عايزين حاجة تطلع انا تاني. اا تنسللي اللقاء خلاص احنا مش عايزين تاني. وبيبقى انهيبتر. ده بس اللي بيبقى استيميلاتر او انهيبتر. اغلبيه الى انهيبتر. تمام وده برضو مني انهيبتر يعني. طيب الترا شرط ان ان اللقاء يحس على نفسه بقى ايو اللقاء انا يحس على دمي يخلي عندي تأتي كرامة حقول لي نفسي مطلعش تاني يأر المهم ان هو هيكلم نفسه هيقول لي نفسه مطلعش الحاجات ذي تاني بانهبط نفسهم يعني بيوقعه نفسهم تاني ده انواع المصد هنا مستخدم عندها pod衣ي자� لدينا فطول باللعبة queroيقول ليس لدينا علاقة باللعبة بسبب انخدمج الى الب beginnings كلتمائج الى الخصوص الكلسيون ريد هيرمون والكالسوتونين . الذي يزود الكلسيوم والكالسوتونين التي يقلل كلسيوم وهتخضون في محاضرة ايه محاضرة البرسايرويجيلاند وخلفه تمام? الانسولين ونقول له كجيمون. ما لهمش علاقة بالايه بالحيات ديه؟ طب هم اللي يمع علاقة بايه؟ مسلا. الانسولين عندك ما مثلا هيبرجلايسيميا يطلع الانسوليين في ثانية يوم جا موقع هل ده ليع علاقة بالبتيتر وكلاندة؟ لا طبعا. ما لهمش علاقة. يبع لدينا ايسا والنسولين 2 ايسا والضوصيرون باريسايرون والس كالسوتونين والعكس بعض انسولين انسولين ايسا جديد الهرمون هو نكتبنه الايسا والنسولين البرولاكتين والبلاسنتا هرمون هرمون يشبه البرولاكتين لك عشان سعب SAMP وشبه هرمون في البلاسنتا هو يشبه هرمون ويقول ان يكسر ما هو يبقى ايه اسم ثاني هرمون بروتين نفس процenta ببطائد وأمانو وأسلز وكذا. بشبه البلولاكتين. عشان كده هيعمل اكشن زي البلولاكتين. وشبه البلالسنت هرمون اللي هو هيومان كوريونيكس يوماتوماموتروبين بيرابد ميتابولايز في اليفر يعني بيكسر على طول في اليفر. طيب. في الكرس. اليفكت بتاعه. واليفكت عن الجرس على النمو سواء السكليتة الجرس. الوالبون والقرتريج جرس. آآ البون وال EA وكذا. أو سواء الصفتيتيش والمسلز والتندون. واللي جة يزاعد في النمو يعني. ثاني حاجة ليه متابوليك افكت على الكارباهيدريت والبرتينات والليبد والالكترولايتس بيحب كل حاجة بيكره ليبد بس. لكتوجينك افكت مشيحنا نقولين ان هو شبه البرولا كتين فهو برضو بيعمل اكشن شبه البرولا كتين شوية. طب يلا بينا ناخد الجرس هرمون او سباتو ترافيك هرمون. اول حاجة اول حاجة سكليتا الجرس سكليتا لولا البون والكارتريش وكده بيحفز نمو البون اه ان يعني بيطور البون كده وكمان بتدخل يعني في في الطول بتاعها وكمان في السكنس بتاح تمام تمام اه اه سروق لاينج ده لاينج ده مور بون ماتريكس يعني بيروح يحط بقى الماتريكس وبيروح يحط من ويميوم لبون ويتم اكب في الbridه وكل في البون. يعني يحط بقى البونة من الاخر يعني فيكبر البونة في اللينس ويكبر البونة في E في اofل الصى بعد نحن طبعا اه الايفكتب noi حانا احنا قلنا ان في واحد صاحب الجرس هرمون وهو اسم اصلا سوماتو ترافيك هرمون في واحد صاحبه وفي واحد ضده. ضده اسمه سوماتو ستgame اما الصاحب هو في حرف ده Who is para gendar belle افتكروا كده , يعني يدبل . الوها في حرف د وهذا ويتفرز من الليفر . اللي هو المدين يرح يزور الصرمون يخبط على صباح ليفر يقول يا ليفر ، لو سمحت طلعي لكر رأي صاحب يلعب معي فهي يطلع له السوماتوميدين دون و المدين فعلا يلعب معي يعني يزود الأكشن تاعاول ويقبر البون هو كمان يلعب مع صاحبه او يروح هو ويقبر البون ييروح يأكلوا البون ويقببروا فهو ما بيعملوا ايه بيزودوا الماتريكس و المنظر لها الكلسفكيشن في البون كده ويكبروا تمام طيب السومات وميدين ده معلومة عنه ان هو اسمه سالفيشن فيكتور تقريبا عامل بيضيف السالفر كابريتو وخلافه الاست يعني اذا بولي بيبطايد عبارة عن بورتين برضه زيه زي الجرس هرمون بالضبط ولكن ده سكريدت فروم الايه الليفر اللي الجرس هرمون لا سكريد من بتشيتر جلاند وبيديجريديشن بيكسر في الليفر لكن السومات وميدين زيه في الستركش بولي بيبطايد عن بورتين برضه ولكن هو ده بيتفرلز من الليفر ازاي ما احنا قلنا بيروح يخبط على الليفر يقولها طلعيه صاحب يلعب ايه يلعب معي under the effect of gross hormone او يعني بيروح الغرمون يخبط على الليفر يقولها 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 سكريشن للي ايه اللي سومات وميدين داون اللي وصل فيشن فاكتور يلعب معي عنده السوماتوميدين داون عنده اربعة لبس اربعة اربعة هدوم يلبسهم او او s and a ybc bias قد يلبس يلبس الانواع ولكنه يلبس لعشان يلعب مع الجروس هرمون ويقبل ربون وكدة الحلوات يلبس الانواع فهو نوع c هو اللي يلبس مع الجروس هرمون يبدو الموسط من السوماتوميدين c ويقوله نوع شبه الإنسولين مثل السوماتوميدين معلون المهم من هو سلمانتوا ميدين يطلع patent انسونين يعني وبيروح بيروح يكبر البون عن طريق ان هما بيأكلوا البون بيزودوا له الماتريكس بيزودوا له المنراليزيج جميل فول لاوي ده اسموسكليتا الجروس اللي هو اللابون والكارتليج وخلافه طبعا انت بيكبر البون عن طريق المتافيزز اللي هي عبارة عن كارتليج اصلا وكده طيب هاليجبان على صفتي تشو اللي هي المصلز وكده قال لك ايه secondary to ads anabolic effect هو هم من كدا فحفظ بيزودوا هو دور المنني ayuda Art helps from someone والتو تود لغماني دور الأكتوجنienne افكد وكاد من هو سبه اللبن يزود اللبن ايه كان يزود لملك فورمشة هل هو أكتوجينيك إفكت تشبه اللبن هو تزاوذ الملك في فرمشا كنا نساعدنا أنه هو تزاوذ الزواج سكياتا الجروس ويزاوذ الزواج ويزاوذ الكثير من الملك إنه يزاوذ الملك في فورميشا هنأتي للضعاء المستوى المثاليك دخلوانه معكم ربما جدا 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 وشبهوا 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 حملا؟ نريد أن أساكم لكم حاجة ان هو ما بيكرهش في حياته غير الليبت عصر كل حاجة انابولك عنابولك عنابولك наконец Lindsay العصر والحاجة الوح lamentable andicer هو هيرمون بناء اصلا اللي احجازه هيرمون yang benigness لكن كل حاجة أنابولك بدأت ان تخبر البروتين اقول لك البروتين ستزود البوروتين هل البروتين الليبت الا طبعا عشان فى هذا بعد انابولك حيرمون هيرمون بناء انت تزود بوروتين будут عبارة عن الاوميناسد الاوميناسد يجرون بوليبيبتيج ثم طيب الوقت بتباية جميع مع وضع التعامل بروتين. فانت اذا الوقت تزود للبروتين. فانت بتزود للمين jail numa assunto الكريسي Kristen annenberg. بتدخلي المينو ок такую. طبعا احنا عارفين ان البروتين بتصنيع عن طريقوا الرم E program. وكذا. طبعا بزويد لك الامين ec خلية يا aggress escena de hangling. تعال ستقول لك ان Vie انجي بروتين. هل هي المون? هل انظيم? هل ايه? فهو بزود رم E program. وانواع加入 نظرا الريبوسوم و تصنيع احياء في ثلاثة سنوية نظرا اضغطة نيتروجين وجدت أن يحافظ على وجود النيتروجين في ايضا فكرة نيتروجين أما اخذ الليتروجين في تكوين الأمينو أساس ستكوني بوليبيبتايت فهو برضه يلف في ان مكوني سيكوني النيتروجين فبسطة النيتروجين البلانز معناها بتاع النيتروجين اكتر من اللاص بتاعه. هنسميعها بوسط含. والعكس صحيح. تمام? تمام. بي ايه تاني? بيستميولات بيحافز تكوين الايه? بيحافز تكوين هو حتى الار بي سي بيحبها يعني. فنصب س youngestهرومون ممكن يدخل في انيمية او ممكن يدخل في انيمية عشان الحتة دي. عشان مشhtaقه الباندي عبره عن45 عملية تصنيع الار بي سي اه فنقصي اناس فهي دخلك في انيمية. تمام? يجب ان تصنعها عن طريق انه يدخل للقلية الامان واسس وبعدين يزود الار ان ايه وبعدين بسوط يدخل لها النيتروجين يجب ان تصنع بروتين يعني بيضيع كل وسائل المساعدة قالك الجروس هرمون استرميلة القرص بيسس ونقص الجروس هرمون يدخلها في انمية او يدخلك في انمية تعالوا على الكاربوهيدريت قالك بيحفز كلهم الجروس هرمون والكورتيزون كلها بتكره الانسولين فيها بتعمل انسولين افكت اصلا الانسولين بيوقع الكوكوس فهم كلهم يزودوا الجوكوس هايبرجليسميا وهي كاريباتي وجينك يعني الشخص اللي عنده ايه ايه ممكن يدخلني في مرحلة ممكن يدخلني في ضيابات تسميديس اصلا اللي هو ايه نا pasado بيزود الجولكوس جدا ممكن انسولين ما يعرفش يشتغل فالشخص يحتاج انسلين وكده فممكن ضيابيته جينك يعني ممكن ايه ممكن يعمل ضيابيتس تمام قالك الجرسورمون احنا قلنا ان هو بزود الجولكوس تعالوا انشوفها اول حاجة جولوكونيوجينيسيسيس يعني تصنع الجولكوس ثاني حاجة ازود الجولكوس بصنعه كثير صح ثاني حاجة جولكوس ابتك بايتشو يعني ان انا تخلص من الجولكوس وامجة مدخلات تشو عشان كأنه برمي في الزبالة هل هو كده هيزود الجولكوس لا طبعا هيينهبت لانه هيكسر جوه تشو فهو بزبط كأنك بترمي في الزبالة هينهبت فهو ايه فهو بيينهبت الكلام ده طبعا الانسلين هو اللي بيعمل الكلام ده انه بيدخل الجولكوس جوه تشو بالتالي اما انت بتينهبت الجولكوس ابتك بايتشو معناها ان انت بتضد الانسلين يبقى انت انسلين ايه افكتو بداخل المون كورتزون وخلافه كلهم ضد الانسلين اصلا باستميوليت الكلوكاجون طبعا الكلوكاجين بقى مصول عن رفع الجولكوس فانا طبعا حفز الجولكاجون حبيب حبيبي يعني هي حفز الجولكوس وكمان طبعا الخلايا اللي بتصنع هالفصل اما الخلايا اللي بتصنع الانسلين هي البيتازل فو بيروح الالفصل يقول لها طلعين له جلوكاجون اللي هي موجودة في البنكرياس لانجرهانز اللي هي جزر لانجرهانز وكده تمام؟ هوتش انترن بتزود ايه؟ بتزود الجلايكو جلايكوجين و لايسس الجلايكوجين دون اما بيقصر لايسس يعني تكسير الجلايكوجين اما بيقصر بيديني جلوكوز فانا برضه بلف وادور حوالين اني هزوده جلوكوز يبقى بس كده انتو تفهموا ان هو بيزوده جلوكوز لفه يدور حوالين انه يزوده جلوكوز سواء بيصنعه بيستمولاته جلوكو نيجونيسس سواء بيقلل ان هو يترمي في الزبالة انهيبت الجلوكوز ابتك باتيشو سواء ان هو بيزوده جلوكاجون اللي هيزوده من الالفا سيل او اللي هيكسر الجلايكوجين فيزوده جلوكوز اصلا تمام؟ يبقى هو بيزود البرتين و بيزود الكاربوهيدريت طبعا تعالوا على الفات لا انت لبد او فانا لايبوليتك هكسر او اللي هيكسر الجلوكوز اصلا لا يحب الالكتروليت بيزود الابزور بشام الكلسام ويزود ان الكلسام يبقى مجوف الدم كتير على فكرة عشان يوم جاي مأكله للعظم يعني من الاليزيشان وكالسيفيكيشان العظم تمام؟ تمام بيقلل البيسوديا ملبوتاسيوم اكسيكريشا ايه ده انت الالكتروليت عايز تخرج عايز تحصلك اكسيكريشا لا تعال انا بحب الالكتروليت انا بقرأ اي حاجة فيها لبت تمام؟ تمام طيب بيقلل الالكتروليت من اللي بتحكم فيه قالك اول حاجة هيبو سلامة هيبو سلامس بتأثر على هيبو سلامس هيبو سلامس تمام؟ اهي احنا كنا نقول ان يابطلع هنا هيبو سلامس تمام؟ تمام من وهو ويقولك ايه او هو ؟ اول حاجة بتتحكم فيه هيبو ص korkبو سلامس سواء او سواء قالك بيبعثة بسبب نقطع اما قالك الاسيطة طيب غير يزيد في حالات السليب اللي كلها اساتي. السليب والسترس والستكس. والستكس هرمون دورينج البيبيرتي. تمام? ويه ايه? الاكسورسايز والارجينين. طبعا وجود الامان هو اسز كتير لكي ندخلها بتكون البروتين وخلافه. والهايبوغلايسيميا دي بقى فهم اللي هي مثلا انا دروقتي الجولوس هرمون ده عشان يزيد هيزود لي الجولوكوز. فنقص اول ما يلاقي كده ما فيه جولوكوز يوم جايزات في سنة عشان يزود يكولوكوزيلا. يزيد الجولوس هرمون في اساتات كتير. اه على قبيه اغلبي تزيد في الحالات دي احصل. في السليب والسترس والستكس والإكسوسيز والارجينين والجوروس هرمون حرف ج وحرف اله حرف اله حرف اله حرف اله ارجينين وحرف اله اللي هو الهايبو غلايسيميا تمام برضو تحكم في البيتترا عن طريق ايه عن طريق اه جوروس هرمون انهيبتم جيمون اللي هي ايه? حاجات بتينهبت اللي هو Lindsey يعنيarl 참 handled queen اه طب امتى الجورسورمون ما نبقاش عايز انه يطلع لك في حيطر هايبرجليسيميا احنا عندنا اصلا جلوكوز عادي هتطلع تعمل ايه اه وكورتيزون برضو كورتيزون بيعمل هايبرجليسيميا برضو فاللي هو انت طالع تعمل ايه ما انا عملت خلاص طبعا احنا قللين ايه انا قللين ان اسمه ده جورسورمون بيكسر الليبت وبينتج فاتي اسد طب تخيل لي بقى ان فيه فاتي اسد كتير في الدم فتقوله خلاص انا تكسرت خلاص 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 اقف فاقر هتكسرني ايه تاني من انا خلاص اتكسرت وبقيت فاتي اسد طعم فالفاتي اسد تعمل نيجا تفيت باك انهيباشن على ايه على جورسورمون تقوله خلاص ما تتصنع شي تاني لكن وجود الليبت طبعا بيحفزه لكن خلاص الليبت الكسر بقى فاتي اسد وكده طبعا وقيت العيه يكسر ايه فخلاص يبقى تاني يبقى عندنا الهايبو سالم الكنترول وعن طريق الريلزنجيرمون وعن طريق الانهيبتنجيرمون بالفهم بس المهم انهيزيد عن طريق الاستاتل والهايبو جليسيميا والارجينين والاكسرسيز لكن بيقل بالكورتزون والهايبو جليسيميا وزيادة الفاتي اساس طب هل الهايبو سالمس هو اللي بتحكم لا طبعا فيه فيدباك نجاتيب فيدباك جروس هرمون بالانهيبو صلم في الوقت جروس هرمون شورتلو تقول الذي يفضل من الجروس هرمون الجروس هرمون بالدم وبعد التسيطر يجب أن تشتروا عن جروس هرمون ويقوم بعمل بالالهيبو صلمس ليش ارتكب جروس هرمون ستشرط ثانى شيء يعني العضل ليس قلنا جروس هرمون اول ما بيزيد بيروح يخبط على ليفر يقول لا تطلعي لي صاحبي سوماتو ميدين ويقعد يلبس لحد ما يختر اللبس سي ويروح معي يشتغل معي يروح نأكل البول تمام تمام فده تعاله درباتي جروس هرمون زايد فسوماتو ميدين الليفر نفسها تروح تبعت لونج لونج عشان الجيلان ده هي اللي بتبعت فتروح تبعت البتيتر تقول لا خلاص خلاص انا مش هتلع لك سوماتو ميدين يلعب معي تنيح حوشي بنك باع عني تمام فالبلاد ليفل افو السوماتو ميدين اللي هي لونج ل نحن 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 نح اللي بتحكم في كرص هورمون. طيب الديس قرص هورمون بقالك كرص هورمون زيادته ها عمل لي ايه? ها عمل لي دوارفازم او انفانتلزم. طيب يعني كزامة كزامة ايه الفر ما بين الانفانتلزم والدوارفازم الفر في السكس. لو اصر على السكس بنسميه انفانتلزم. لو ما اصرش دوارفازم. تمام؟ طيب في الحالتين الانسان بيبقوا صاير. طيب نقص كرص هورمون سيكريشان اقدي اليه جاي جانتازم اللي هي اللي هي العمالقة وحالة اللي ايه وحالة الاكروميجالي طب ايه الفرق ان ده البتيوتري قبل البتيوتري قبل ما شخص يبقى اضلت وده بعد البتيوتري تمام تعالوا ما اناخدهم بقى في جدول كده طيب أول حاجة دورفيزم وبعدين ايه وبعدين الامفانتليزم الامفانتليزم الدورفيزم دو يعني كو الى اثنين بسبب نقص الجروس هلون على الفكرة طب ممكن يكون نقص الجروس هلون ده бسبب ايه اول حاجة مثلا في مشكلة مثلا في البيتاتري او كده او سرجيكا في البيتاتري انا داخل شلت جوز من البيتاتري فما بقيتش تصنع كتير او اصلا حاجة كونجينيتر كده موروسة انا مورود مولود ينعص في او ايه او سيكريشن او جي اتش بيتفرز بس ايه اكتف مالوش عزمة مش بيشتغل او بيتفرز وبيروح يشتغل بقى على البون مسلا عشان يكبر البون لأ البون يقول له لأ مش خليك تشتغل يروح يقول له ليفرطالعي لسباته مدين يقول له لأ فلمه لا يت coverage خاصة من السوماته مديني يقول له لا ؟ انت وحشك تشب عليم اابن ايه يعرف ما أينه ما قاله mruron اللي هي امه و امه dessوماته مديني اسمها ليلى عك�를 بنصم溜ت عليه اسمها ليلى فليلة دوارفزم دي بترفض النياة طلع ابناها يعني اللي هو لوران دوارفزم تمام يبقى هو ميكون يكون كونجينيتل او او انهيرتد كونجيتل هو مولود به يبقى ممكن يكون او كونجينتل او بيفرز او بيفرز او بيفرز جروس بلوم عادي بس مش بيعرف ايه مش بيعرف يشتغل كل دي تعمل لي ايه تعمل لي دوارفزم طيب الكراكتر بتاعته او الحاجة دي حالة دوارفزم هي يعني تاخر في اه دون ودون تمام تمام? المفروض ان المفروض هي ديدين بتقانيها تكبر 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 فتكبر تكبر 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 وهنا التقبر تكبر تكبر فتكبر البونة. ولو متافيسز برضو تكبر 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 فتكبر البونة. تمام? تمام. لكن لو حصل ايه؟ لو حصل ان اي بفيسز دون ربط مع الديافسس. ولغال ميتافيسيز شيص يكبر. ان الابفيسز دون ابفيسز دون ربط مع الديافسس ده الذي الشافت. ولغال ميتافيس هصل تمام? اتحد ما بينهم. فما بقاش في Metafis مبقاش بحاجة بتكبر. wilt ايه فانت كده مش هتعرف تكبر الشخص ده. فالشخص ده هيبقى دوار دور فزم بسبب بسبب رابد يونين أو والابافيزيس فى الابافيزيس سأفعله رابد يونين ويجعله المتافيزيس فالشخص سيبقى دور الفزم بالنسبة لمن ثالث طبعا هل البوم بس اللي هو الكارتريش جروس بس لأ طبعا هيأثر على الصفت تيشو. ونحن قلنا ان فيه اتنين جروس اللي هما السكيتا جروس والصفت تيشو اللي اتنين هيتأثروا. اللي هو الماصل بقى والتندون وخلافه. طيب بالنسبة للشخص البنت دي عقلة او طبعا عقلة لان هي لو ما كانتش عقلة هيجيديك مرض في هتاخدوه في السيرويد. تمام? فهو اللي يميز البتيوتر يعني السيرويد في الكيسز هيجيلكم كيسز. فلتنميز البتيوتر عن السيروود 느� المنتاليي نورمال. hoo? 같은데? ثمام. قالت شيكشوال. ما هي هي ما? السيكشوال نورمال. اه اللي هو أنه من اللي هو النورم المنتاليية يعلم ليس من اليوم. طب لو تواضح مشيك آسلهة.него المنتالي البعض ملتوقع الآخر remote time s everything is i superffe. هيا نعم؟ احن مع نتقي حسن?وpe عski عمنا بتشتر دوالفاسم و piearchillion.وحالة من الزيوريين. الفرق انه الي دي جيدها كل ما فيها المنتالي واللي هς سيكس 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 بس من البول او هو اللي فيه مشكلة طيب عندك الانفنطلزم حاجة بس هنا تأثرت اللي هي سيكس تأثرت طيب والمينتل لأ نورمل طيب عندك السيرويد لأ اللي اتنين بصوا مع عشان تفرقوا ما بين الكيس طيب اما الانفنطلزم بقى قال لك هو نفس الدورفزم بس السيكس ايه السيكس تأثر دورفزم اكومبايند وزهايبو جوندازم يعني خلاص اسمه ده جوندوتروبين بيبقى عنده الشخص ده عنده جوندوتروبين ناقص كالعادة وعنده جوندوتروبين والاندروجين والكلام ده كله كله ناقص فيحصل ايه فيحصل برضو هللي انا هااصر على البون واصر على سيفت تتشوباس لا هيحصل يعني حتى الورجن هي تستس والاوفري وكلام ده كله بتبقى صغيرة جدا ومش هتكبر تاني حاجة الكاراكترز اللي هو بقى النعمة الصوت سواء في البنت او خشنطة في الولد او الشعر والكلام ده كله اللي هو بسعب التشتسير والهرمونتجنسية اللي هي بتعمله لا طبعا حتى ومش هتزهر تمام تمام بان عندي دوار فاسم دوار فاسم المنتل نورمل والسكس النورمل جاستن نجروس هرمون نقص الانفانتولازم الاسكشوال اه مش نورمل لكن المنتل نورمل اما البتاع السيرويد اه اللي تتم مش نورمل سكس ولا منتل نورمل عشان تفرقوا ما بين الايه ما بين الكيسس تمام طيب هناخد بقى الجوجانتزم الجوجانتزم اللي هي العمالقة والاكره ميجلي. اه جآ جوجانتزم والاكره ميجلي الفر transformation الك чувств Pere quand même y spa avec l'acrymbs blacks oxy il & acry 좀 انها كان. ليه اتلغط. لكن طبيعي في البلوغ بتتلغي. ده طبيعي. تمام? مش دوارفزم ولا حاجة. بتتلغي. يبقى بتتلغي في هالت حالات الدوارفزم وبتتلغي في حالات. آآ بس ده بتتلغي في في البلوغ طبيعي. فبعد البلوغ دي اصلا بيكون اتلغط. فبيحصل لمو لعظام تانية خالص. انا مش محتاجه اصلا. فيديلي اشكال غريبة. بص كده راحل زي جروف. بص كده المانجي بلبه تحته كبيرة ازاي? فبيطلع لحاجات غريبة قوي. ليه بقى? لان ما فيش متافيسس. ما فيش نموه. كده في نموه في حاجات غريبة. تمام? هو درجة الاكروميجالي. يعني نموه في حاجات غريبة. لانه حصل خلاص ان ما فيش متافيسس بعد البلوغ بقى. لكن ده ده نموه طبيعي. فالشخص بيكبر فعلا. بيكبر في الطول وبيكبر في حاجات طبيعية عادية خلص. طيب. يبقى جيجانتزم ده اللي يقبل البلوغوا بيفر اليونيون بتاع الابيفيسس. لكن ده الوبروفردكشن للهرمون في الأدلت الذي يبرن عليه بعد اليونيون بتاع الابيفيسس. هذا الوفерыجروس اه. بيحصل لكل الابون لكن ده معين لانه طبعا ايه بون غريب. لانه ده حصل حصل الحصل اليت قوي أصENN ما يحصلش نمو غريب أي statistك. في المفوض ان العظم ما يحصلوش نمو لأ match debit journaling. لا يحصل نمو. بيحصل نمو怪 Schools لكن ده البون عادي خالص التاني كان مية وعشرين سنتي اقل ده اتنين متر او اكتر وبيحصل برضو جروس للسطف تيشو زي ما حصل في الدوار فيس ما يحصل في الجارجان ده اسمعك سه فيسرو ميجالي اللي هي بقى المسلز والاحشاء والعضاء وكده المسلز هر ايري سترونج مباكرا بتبقى سترونج ولكن بتضعف لبقى لان البون بيكبر والمسلز بيكبر بس مش بيبقوا متساويين مع بعض عشان دي مش حكمة ربنا ممكن المسل متقدش ما تقدش العضمة ادي العضم هي défin oczywiście تمام؟ ودي المسل هي فالمفهوض ان المصل تيجي من هنا الى هنا لأ فالمصل ما اقدتش العضم وهتتعب هيحصل لها في حالة يعني مؤخرا هتتعب العضلة ضيس استعبر الأخير ما بمشوش مع بعض يعني طيب هيبجوناديزم وهايبر جليسميا هيبجوناديزم وهايبرج ليسميا بيقولك بيقولك طبعا أنه زادة ؛رمموها هرمون ده بيعمل اكشن اه مش احنا قلنا ان هرمون ده زي البرولاكتين بيطائب زود الملك اه هو فعلا زي البرولاكتين برضو ان هما بيضادوا بيضادوا الهرمونات الجنسية وكده فزيادة هرمون هيوقع الهرمونات الجنسية لان هما ضدوا بعض وطبعا زيادة هرمون هيعمل لي هايبة جليسيمية ممكن يدخلني في ضيابيت اسمييتس طعم وبيلق 4% من من الفيميل اه من اعجاب البرولاكتين ان هرمون هيقرد لاكتتينشي هيقال لك على عظم عينة لان عظم يكبر عظم niños يكبر لا يكبر عظم أكثر على العظم معينة. small long bone of hand and feet. small long bone of hand and feet. small long bone للهند والاي والهند والفيت. قال لك سوك برود speed like hand and feet. اه قبل لك ايه بيقول لك stick and brood stick brood speed like. اه عندك ايه small long bone بتاع الهند وبتاع الافيت. بتاع الاقدم وكده. فتلاقيهم ايه بتلاقيهم سكت وخان كده. وواسعين. بصوا عامل زي الجروف. speed like عامل زي الجروف. اليد بتاعته عامله زي الجروف. وايه تاني overgolus of membranus bone of skull. ال skull نفسه بيكبر. والجوب بيكبر. ولا 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 والفرتبرا بتكبر. يبقى ال skull. والجوب والفرتبرا. بص الفرتبرا بتكبر من كتر ما هو كبرة وقعته زي. عشان هي مش معضية الظهر بتاعه. بسماء امزة ماكي فوزس. او كيوزس. عادي انتوا عايزين انتوا 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 اهيان. طعم? يبقى بيحصل overgrowth لل small long bone بتاع الهند وبتاع الفيت. فبيبقى سك كده وبرود ووسع عامل زي الجروف. تمام? طيب ايه تاني بيحصل بيحصل جورس لل skull. وبيحصل جورس لل بالفرتبرا. وبيحصل جورس لل jo. للمانديبل. 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 وبيحصل جورس للجبهة. اللي هي السكالية يعني ال supra orbital �ечية يعني. وبرضو النز بتاعته بتقبل مسلو انو صلاة ازاي. انا على فكرة مضايقة الصورة كمان. و Nevisum نفسه بيقبل بيحصل哈 بيد sister broad mandible. بيحصل الحاجة اسمه berوجان زيم وصف الله الم طوال اللهزيم ده يعني ايه يعني بيبقى المانديبل اللي هو الوار جو ده بيبقى كبير جدا 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 وبيبرز له قدام كده بيحصل له بروتروجا من كتر ما هو كبر اهو بصوك انه هيقع منهو والعض والسنان بيحصل لهم سبريشان يعني عارفة اللوار جو يكبر والسنان مثلا كانت محجوزة في الحتة دي كده فانت دلوقتي كبرتلي اللوار جو فسنان هتحصل لها سبريشان عشان تقضي المنطقة تمام؟ فيحصل سبريشان للا سبريشان للتيس يعني سبريشان للتيس يعني سبريشان للتيس وطبعا اللوار جل فرتبرة اللو هي كيوزس تمام؟ تمام بس كده احنا خدنا الجروس هرمون تعالوا بقى بس كده اخدوا نفس عميق هنرجع بقى الجزء اللي احنا قلنا ان شاء الله نبدأ تاني بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليها سيدنا محمد عليها والصلاة والسلام طيب اول حاجة قلنا ان البتيوتر جلان موجودة في حتة اسمها السلة ترسكة عبارة عن انتير بتيوتري وعبارة عن بصير ايه بالسير بتيوتري ومربوطة بي الهايبو سلامس عن طريق ايه عن طريق استق او عن طريق ايه او عن طريق انفانديبلوم ادي الهايبو والهايبو واضي الهيبو فزيال واضي انتيل بتيوتري. تمام تمام true احنا قلنا ان الهايبو صالموس في البيتهوتر متوصل młot عن طريق ايه? متوصل مع بعض عن طريق اسركيل ايشن وعن طريق ايشن وعن طريق تمام? ادي اسركيلاشن هو اللي هو بيوصل ما بين الهايبو صامس ما بين انتيل بيتهر بيفرز بيتم من خلالها افراز الجلوس المون تروح هنا تطلع جي اتش. اه والتي از ا تي ار اتش تروح من هنا تطلع تي اس اتش. والاة والاس تي اتش برضو اللي هي ريزن جيرمون تروح تطلع نفس الكلام برضو. تم وبقى الهرمونات كده. اما البستيري اللي هو فيها ايه فيها صوبرا اوبتك نيكلياي وي برافن تيكلياي اللي هي ال ادي اتش والاكسيتوسن بيتفرزوا. باصل بيتكونوا هنا في الهايبوسالمس وبعدين بيتفرزوا يمشوا عن طريق الازون. يروحوا فين? يروحوا في البسطيري. اه يروح في البسطيري وبعدين يتخزنوا هنا بقى الحد ما ايه الحد مايتفرسه. فده من سميه لانه عصبي يعني. تمام. قال لك من سميه هايبوفيزيس سربراي موجودة في السلة تيرسكة وهي عبارة عن مربوطة بال بالهايبو سلمس والبسطيري اه بالهايبو سلمس عن طريق يستقق او عن طريق عبارة عن عن تيرلوب وبسطيرلوب. الانتيرلوب بنسميها ادينو اما البستيريوب نسمي يورو هايبوفوسيس. طيب احنا قلنا ان الوصلة ما بينهم عبارة عن حاكتين اللي هي السيركيليشن والنرفس اللي احنا سميناها ايه تريكت ما بين الهايبوسامس ما بين الهايبوفوسيا. نفس الكلام. هلأ كنا بتنقل ايه بتنقل اللي هي الريليزنج هرمونو كده الانتيوبوتوتري وهنا برضو بتنقل الاد اي اتش اولوكسي تصل للبستيريوبوتوتري. تمام. احنا قلنا الانتيوبوتوتري عبارها عن كرومو فيو بخمسين في المية سيلا لا užاً لها لازمة. الكرومو فيل خمسين فيمية. اه خمسين فيلمية دي quien كناه محبز فيه فهو ليه سكرتراجرانيول وليه لازمة. عندنا اسيدوفيل وعندنا بيزوفيل. اسيدوفيل اربعين فيلمية اللي هما ايه و 쉬ماتوتروفي اللي بفرزه الجرس هورمون ولاكتروفي اللي بفرزه البرلكلام. اما البيزوفيل كل ده في الانتيوبوتوتريفي ليه categories عندنا سيروتروفي يفرزه TSH وكورتيكو في ال STH والمSH والجولادو في ال FSH والLH تمام. قالك بالنظم زي الانتيري بتيوتري بالنظم زي الانتيري بتيوتري هاي بيوز على المس بتحس بكل الهرمونات وبعدين بتفرز الهرمونات سواء ريليزنج او هنيبتوري تروح عن طريق استركيوليشن بتيوتري جلند وبالتالي تحفز بتيوتري جلند قالك الهرمون زي عبارة عن ال RGRH اللي الانتيري بتيوتري ربي صايلي اológي ما هي هاي بيوز لمن بيعو ما هي بو يورح الهرمونات يذهب على النجوم هو الدوبامين يمثل يحفظ البرولاكتين الزمون هو الزمون للكورتيكوتروبين الزمون هو الحضب الزمون يذهب للبتاتر الزمون وهي موافت الان يذهب للبتاتر الزمون يجعل الفصر ويخلت طلع الالاش. طيب احنا قلنا ان احنا عندنا عندنا لجاة لونج فيدباك بتيجي من التارجيت جلاند. اه سواء بتروح او سواء بتروح الهايبوسالمس. اه مني بتكون انهيباتوري وساعات بتبقى بسطة في يعني بيروح يقول له ما تفرزوش تاني. بتعمل شرط فيدباك لهايبوسالمس تروح تقول له ما تحفزنيش. الهايبوسالمس بيحس على نفسه بحس على قرمته بيقوم جاء اعمل التارجيت على نفسه ويقول لي لفسه ما تفرزش. تمام? تمام. اه الفيدباك كنترول مهمة جدا. وبيلك ان بتنظم الجسم وده بيحصل دي تو دي. ونفس الكلام اللي احنا قلناه. قلنا الهرمون اللي يما ما يشتحت اللعبة دي كلها اللي هايبوسالمس البيتيتر قلنا اي بي سي دي قلنا الاي اللي هو الالدوسيرون والبي اللي يالبرا سيريد هرمون والسي اللي هي كالسوتونين والاتنين عكس بعض الهم الانسولين وقلوكاجون. قال لك الجروس هرمون اللي هي سوماتو تروفيك هرمون. الجروس هرمون بدأنا في جروس هرمون هنا انه هو بروتين وانه انه زود الشابه البرولاكتين فبالتالي هيجبهوه في حاجتين. اول حاجة لو زاد عن حده هيوقع الجنادة اللي هي وخلافه. وكمان بيعمل لكتيشن. والبيلاسنتا هرمون اللي هي هرمون هو زي زي الهرمون ده برضه في بتاعه. وانه نهو بيكسر في في اه بيقصر على اللي هي بانسكريتا اللي هي البون والا خلافه واللي هي دور في اليل خبار الكسبحين والليبد ولكنه من فالما شابها الايد Sweat какая š不是 تمام تمام فالفاق الجروس القلب الكهوه Srivita la طبعا عن طريق نواة بيأكله بيزود له ده colegene pikinois يعني Blo della question الطبعا بيروحي هيقبط على يقول لها ايه يقول لها اطلعي proportions Анд 프�Gs العمعية السوماتوميدين ده اه عبارة عن صالفشن فيكتور بولبيبطايد بورتين يعني بيطلع من الليفر مش هلمون تقريبا او مش عارف او من و ايه هو صالفشن فيكتور بيطلع من الليفر عنده اربعة لبسات اي بي سي دي اللي هو اربعة طايبس يعني بيختار سي وده انسولين شبه الانسولين يعني تمام المهم انه اما بيروح مع بعضه يشتغل على البون ويحفز البون على كيش بيحافز اه اه كدور بقى بناء وكده فبيكمل الجميله ويحافز صفتشوز زي المصلز وكده. لانه شبه البون على ويزود الملكي. طيب احنا هنم هنا بتابولي كيفيكت على البورتين هو مبكر انا شاهدتها غير الايه غير اللي بتفوى على البورتين اه البرتين انا بقول لك اه بيزود الامانو اسس بيدخل اماينو اسس جوه الخلية ويزود لها الامر اني ايه وبيزود البسط بيعمل بسط في الياتروجين بالانس يعني يزود النياتروجين وبالتالي بيخش في تكوين البرتين وكمان بيزود الاربسي فلو نقص هيعملك انميا على الكربوهيدرد بيدخنف غلقاسيما بزوده جلوكوز عن طريق انه يزوده جلوكوز ويقلل الجلوكوز يعني بيقلل ان الجلوكوز يتخد من الخلايا يتخد بالخلايا يعني يترمو في دباله ويخلص من الجسم يعني هو عايز يزوده وكمان ايه وكمان بيحفز جلوكاجون فالجلوكاجون يطلع يوم جاي ميكسر الجلايكوجين فيزود على الفات لا هو بيقصر الفات او بيبعتن ان يزود gonnaigorقل الجلوكوز بيبعطه البتسيدر يقلل الجلوكوز طيب عشان يرفع الجلوكوز اما بيانهبت طبعا بieszادد الفات fantas king فخلاص انت تقصر ايه تاني انا تقصرت. طيب. فيدباك كنترول ده هيبوسلمت كنترول. طيب الفيدباك قال لك الجرسورمون اول ما البتشوتر تتعرف ان فيه جرسورمون فتبعت شورت فيدباك على الهايبوسلمس تقول له واقف. او الليفر نفسها تبعت لونج فيدباك على البتشوتري اوهايبوسلمس اللي ياسماته ميدين من الليفر تقول له واقف. تمام. طيب احنا قولنا الدسورزر بتاعه وزيادته بنعمل دوارفزم وزيادته بنعمل انفانتوليزم. معارفين ان اللي اثنين بيقلوا اهلية من مية وعشرين سنتي. وان اللي بيعملك دوارفزم ولي بيعملك انفانتوليزم. الفرق ما بينه من هنا سيكس بتتضمر ولكن هنا سيكس ما بتتضمرش. طيب نقصه هيعملك جرسورمون قبل البلوغ واكروميجا اللي يبعدوا البلوغ عشان نموع عظام غريبة خلص. طيب. دوارفزم علاك دوارفزم اللي هو نقص الجرسورمون او الانفانتوليزم نفس الاسباب. اللي هو مثلا ايه في مشكل في البتيوتري او انا شلت البتيوتري او كونجنت انا مولود بنقص البتيوتري او انا بفرز جرسورمون بس اصلا ما بيشتغلش او بيروح يشتغل اه او لوراندوارفزم اللي هو بيروح يقول لي سوماته وانديني يطلع معي عشان نعمل شغلنا ما بيرضوش يطلعوا معي. هو ما فيش رسبونس ما بيرضوش يستجيبوا لي يعني. طيب كراكتر اسطبع نقص جرسورمون فبتالي نقص الجرسورمون والسفتوتيشو جرسورمون وكده بيبعد من مية وعشرين سنتي. بسبب رابد يونيون او 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 ا يوم جاي مربطهم ما بعض فما بيكبرش ما بيبقاش في متافيسوس وما بيبقاش في كبره كده بيبقى من مية وعشرين ايه قبل من مية وعشرين سنتي. اه من يورب. سوف تطلع حتى الماصلز وحتى كده هتقل. اما المنتل والسكس كويسين. طب لو السكس هنا بصد يبقى هنا كده في انفانتوليزم. عبارة عن دورفزم بس طولة معام شكل في السكس يعني. يبقى عبارة عن نقص في الجرسورمون معام شكل في نقص في الجرسورمون والسكسورمون وكده. طيب. اه بيولك الورجن نفسها هتبقى انفانتيل وتبقى صغيرة عشان كده سميته انفانتوليزم. الورجن بتبقى انفانتيل. وكمان السكش وال ايه دون تقبير يعني الصفات مش بتزهر. السكش واليه هي الصفات بقى نموه شعر الواجب كده. طب الجانتزم 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 اللي هي العملاقة بري ادلت يعني قبل البلوغ بري بيرتي قبل المليون بتاع بفزيس يعني انا دلوقتي عندي متافيسوس. فكل البون عندها متافيسس فكل البون هتكبر ويبقى اكبر من 200 ايه اه والمصل زي تبقى قوية في الاول ولكن ايه ولكن هتضعف لان هي مش موزية مع نموه العظم يعني العظم ممكن يكبر والمصل يكبر بس لانه مش متوازين مع بعض فهيبقى فيه ضعف يعني طبعا جورس المون بيشتغل زي البرولكتين لو كبر هي وقعلك الجنادة وهي ملك لكتشن تمام وجورس المون بزاود الجولكوز فهي دخني فيهايبر كليسين طبعا الاكرو ميجلي قالك الاكرو ميجلي النموه العظم بعد البلوغ افطر ايه افطر اليونيون بتاع الابفزيس يعني افطر الجروس او سينجنج المون بتاع الهندو بتاع الفيت هيبقى سيك وبروت كده شبه الجروف ثاني حاجه السقل والفرتبرة واللاوجو وكلهم بيجبرون الممبرنة زبوت طيب اه بحصل ايه اه هيا السيك وبروت كده واسع وكمان عمل برونجانززم يعني مقدم لقدام وايه هيا هيا حصل لها سيبرشن عشان تقضي المنطقة دي كلها وحصل اللرجي للفرتبرة فبالتالي شوفت لن يمكن الهيرمون برلاكتين هيرمون برلاكتين هيرمون المامو تروبين لاكتين 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 هيرمون يصنع اللبن من بيتوتر لكي يصنع من البتوتر أول شيء هو يصنع اللبن ملك وفرميشه يكون اللبن عن طريق نوعه يجيب لكل حاجات اللبن الفات واللاكتوز والكازين هذه مقونات اللبن الأساسية ويوم يصنع اللبن يفرزه بعد الولادة يفرزه عشان الطفل يرضع افتر ديليفري برولة كثير كوانتوز والكازين بالمامر جلند هو كده صنعها وبعدين بيعملها في خلال يوميل تات يم برست بجاينت وسيكريتين ايت وسيكريت الملك تاني حاجة السميولات المتيرنال بيهيفور يجعل الأم تشعر انها خايفة على ابنها حاسب حاسب تغبطه ومش عادة ايه بسبب البرولة كثيرين ده السميولات المتيرنال بيهيفور يبدو الوقت انه يصنع من انتيربيوتري من الاسيدوفيل من الاسيدوفيل الكرومو فيل من ضمن الانتيربيوتري هو السواتو تروب انه الاكشن بتاع ملك لانه يجيب اللبن والكتوز والكازين وكل حاجة من ضمن مكونات اللبن والأم جاي مصنعها وفي خلال يوم الانتيرات ايام يبدأ يفرزها بعد الولادة ويجعل الأم تحن لابنها كده باستيميلات المتيرنال بيهيفور تمام قالك ايتاني هو يضض الجنادة والاندروجين والكلام دفاق البرولاكتين بيقلل الاستكريشة بتاع الجنادو تروبين البرولاكتين بيقلل البرولاكتين بيقوله لا تفرزوش فبالتالي بيقلل ضمن الجنادو تروبين كان يذهب للبيتيتري يقوم بيقلل طبعا الهيبو سلمس فهذا كمان مش هيبعت البيتيتري مش هتشتغل الـ FSH كان بيروح على الوفر يعمل حاجات الـ LH كان بيروح على الوفر يعمل حاجات وكده فبالتالي مش هتشتغلوا قالك انهبت الـ EFFECT في الجنادو تروبين الجنادو تروبين اللي هما دول على الجناد يعني لو في FSH و LH مش هتشتغلوا برده فبالتالي هي قد يلاقي في الاخر بقى ما فيش تبويد هو الـ LH ده المسؤول عن انه يفجر حوايسات الجراف ويعمل بوايدة فما فيش الكلام ده لان ما فيش الـ LH من الهايبو سلمس في الفيميل وزبرماتوجينيز مشاكل في البنزماتوجينيز ومعاملية تصنيع اللي بتحصل بـ FSH وتكوين الامبات المنوية وكلام ده كله فيحصل فشل يبقى ما فيش بوايدة وما فيش سبيرم ايه تاني فبيقلل الـ FSH و LH كانوا بيطلعوا لي بقى والاستيروجين والبرجسترون وكلام ده فدلوقتي هم قاله فاللي بيتو اللي هي عنده رغبة انه يعمل سكس وكده كله قلل بيبقى كده قاعد مش عايز تمام يبقى هو بيشتغل كده كان عنده تاتا اكشن تاتا اكشن اول اكشن انه يصنع الملك عن طريق انه يجب حاجات الـ FAT و LAKTOS بعد الولادة يعمل حاجتين اللي هو بيصنع الملك اللي هو الفات و LAKTOS والكازين مقونات الاساسية يوم يصنع منها الملك ثانية بعد الولادة يجعل الام تحن البنه يبقى باستيميليوتر وبعدين هو يقلل دور على الربوطاتف ازاس وهو دور انهيبيتوري اوي 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 يقلل اول شيء يبدأ من الهايبوصامس يقلل لجي ار اتش ما تروحش للبيتواتري فبالتالي البيتواتري نفسها لا تصنعش FSH و LH فبالتالي الهرمونات لا تطلع لا تتصنع والدرسيات الاطبوية و الاسبرماتوغينيس ليس ثباث موجودة يقلل البرولاكتين ما يبقى بأنها الابدل يا ايش ناكل يقلل الابدل الابدل يفعز تحالة برولاكتين من الهرمونات دور المواصل بايا يعني مسلا انا اى اي حد مسلا في سنة مش متجوز ومش بريجنانت فانا هفرص بريتك نعمل به ايه لو عايزين لو عايزين اي حاجة على انه اعليق حتى الجناد والكلام ده. في الطبيعي يعني كده لحد ما يبقى. فبيبقى. لديه هرمون اللي هو 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 الشغيل. لكن مفيش إلا في حالة وكده يعني وعايزين نحفز تكويني اللبن وكده وامه وكده. تمام. آآ ده اللي هايبو سالم الكون يبقى اللي هايبو سالم الكونترول يتحكم في البرولاكتين عند برولاكتين نيبيتور هرمون وده اللي موجود اصلا ده الدوبامين. تنى حاجة فيدباك كنترول. البرولاكتين من البرولاكتين يطلع من البتيوتري سيأتي البتيوتري يذهب للهايبو سرمس يقول للهايبو سرمس لا تطلع عنه لا تعملية كثيرة جدا وانهيبتر هرمون انهيبتر هرمون وهذا الأغلبية في حالة التحديد نحفز البرولاكتين البرولاكتين مثل جروس هرمون يزيد بالإستات والسيرجري والاكسرسايز وكده. طيب البرولاكتين هو هنا احنا الاعيلين ان كل الهرمونات عكس الانسولين اصلا. برولاكتين جروس هرمون اه كورتيزون كلهم عكس الانسولين. فانت عندك هايبو ايه? عندك هايبو جلايسيميا. فهم عكس الانسولين بيزودوا الجلوكوس. فعند هايبو جلايسيميا يقولوا بلوكتين اه اطلع بسرعة اطلع بسرعة اطلع بسرعة اطلع بسرعة في خلال الامر يزور البرولكتين يغير من الأصفف Ch procesriv سمزه سيغير من قربة الدموية يزوج هاتف POROL Mist أنا أقرأي طريقة حمل حمل التفخ نحن لا يعبدو التفخ على البرست. يبقى هو بيستميلات البرولة كتين ولكن يروح على البرست يقول له انت انت هتنزل لابن ايه ما فيش دولاتي. احنا على برجلانس الوقتي مش حالة دليفوري مش حالة ولادة. فهمش عايزينك تعمل سكريشان. فهو بيستميلات البرولة كتين. ولكن في نفس الوقت بيعمل انهابت بتاعه على البرست. خليك موجود لحد الولادة وبعدين اعمل بتاعك عادي. طيب بيقول لك ايه بيقول لك بعد الولادة بقى الطفل مسلا عمل ساكلنج بيمس بقى خلاص البرست كده وفه بيحصل ايه صدن وزروق في الاستروجين اه افطر دليفوري اه برولا كتين اه بزاقشن وسببي انكريز ايه. دلوقتي انت هتقولي ايه اه دلوقتي انت هتقولي لي استروجين بيبقى موجود في خلال الحم اللي هو البرنانسي. وبعد ما هي دليفوري الاستروجين بيختفي. طيب ايه قلتيلي ان الاستروجين بيحفز ايه؟ بيحفز البرولة كتين. وبعدين بيروح البرست يقول له ما تعملش الاكشن بتاعه. طيب احنا دلوقتي افترضنا ان هي خلفت. دلوقتي الاستروجين اختفى. تمام? تمام. فالانهيبة الاكشن بتاع البرست ده هيختيفي معين. فيبدأ بقى البرولاكتين يبدأ بقى يشوف شغله على البرست. تمام. تاني حاجة بتساعده ان الطفل بيعمل بيموص البرست. فينكريز الليفل بتاع البرولاكتين برضو. عشان ينزل لبن بقى والطفل اللي هو بيعمل صغلين جنداعيني يرضع. ايه تاني? تاني او هيرينج او او ان الام بقى بدأت تسمع او بتشوف طفلها بيعايت وكده فعرفت ان هو عايز يتردع. فايه فقدت مشروط. ده مشروط زيادة البرولاكتين مشروطة بان الطفل يعايت او ان هي تشوف الطفل عايز يرضع. فقم جاي البرولاكتين عالي. يقم جاي ميطلع اللبن كتير. يقم جاي زايد اللبن. دروقتي البرولاكتين بيزيد بحالات اي بيزيد بحالات الاستقيم الاستروجين أم نفسه وتخف الحالة موجود. فالاكشن الانهيبت ده مبقاش موجود. فالاكشن بيبقاش الغية تمام. سافل جيب في البيبي ان البيبي يمس ده بيزود البرولاكتين فبيزود اللبن. او الام فتاة تراق golf انها تراق عادة او كده. ده حالة مشروطة ان بيزيد البرولاكتين اول ما بتشوف الكلام ده. ده برضو عوامل تزود ايه؟ عوامل بتزود البرولاكتين. تمام. بلوك دوسقور ده اذا قول بل قول بل من نقص البورولاكتين. ايه في الوامن. ايه ايه نحن عارفين ان البورولاكتين اما ينقص طبعا ايه طبعا تردع لان هو المسؤول عن الملك فورميشا والملك سيكريشان مسؤول عن احساس الامومة. تمام? فهي مش هتردع. في اعاد الى فلير افلالكتين. طب لو زاد البورولاكتين عن حد وتعليه بقى الحاجة الوحشة اللي كان بنعملها. يا بله نقص على الحاجة الحلوة اللي كان بعملها قوله مش هتحصل. كان بيعمل ايه? كان كان يعمل مائز ولكن من هذا ما يحدث اذا كانه يوجد غير مائز لنهيبوتراء على الهيبيربرولكتينيوميا فأناس في الهيبيربرولكتينيوميا في الهيبيربرولكتينيوميا يختلف على السكس. في الوامن وفي المين. دي مين بس يا ممسوحة. ودي وامن. طيب دلوقتي كتير جدا 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 على السكس. اللي هيحصل هيحصل ملك فورميشن في ميل. الفيميل دي ما بتردعش ولا اي حاجة. لكن عندها كتير جدا 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 جدا. عندك لبن كتير جدا. فمنسميه جالكتورية. 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 طيب? مع انها مش حامل ولا اي حاجة. بس انت عندك كتير فزود لك الايه? ايه تاني? احنا عارفين ان هو بيعمل للأفاليوشن والإنهاف شن. وهنا الاسبرماتوجينيس. طبعا هو بيوقع الجنادة و الجناده هيرمون وكده. فبيعملك هايبو جنادازم. طبعا معندكش الجناده هيرمون فمنش هيحصل لك البروت اللي هي الأمونارية. طبعا ايه لوس افلبيدو? لوس افلبيدو. ما بيبقاش فيه سكشوال ديزاير. ولا هنا في سكشوال ايه ديزاير. طيب هنا برضو هيبو جنادازم. ان الجنادة مش هتشتغل ولا 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 كده يعني مش هيطلع فيبقى في عكمه كده يعني دروقتي احنا عندنا ناقص ناقص فمش هتعرف تردها اما زيادة في زيادة في زيادة في الوامن اللي هي حتى ما بتردعش لا هيعملها تاني حاجة بيعمل الوامن اللي هي اموتنس اصلا بيوقع الجنادة بيعمل هايبو جنادازم فتاة طبعا لان مش هيبقى فيه اموناريا وهنا برضو بيوقع الجنادة هي هايبو جنادازم هنا لوصف البيدو وهنا لوصف البيدو تمام تمام اه طب انا عالج زي البرولاكتينيما عشان امنع ان تعمل لي كل الكلام دوا اعالجها ازاي اول حاجة انت عارفها طبعا ان البرولاكتين كان بيضضوا مين بيضضوا الدوبامين فان تشتغل على الدوبامين دوبامين اجنست يعني حاجات بتساعد الدوبامين طب انتاجنست حاجات ضد الدوبامين يعني انا قلت دوبامين انتاجنست معانا ان هي مع البرولاكتين عكس الدوبامين مع البرولاكتين طب دوبامين اجنست مع الدوبامين يبقى حاجات زي الدوبامين يبقى عكس البرولاكتين لان البرولاكتين عكس الدوبامين تاني هذا البرولاكتين عكس الدوبامين لكي تخفضه فعندما اقول دوبامين رجل استمتعد لكي تخفضه دوبامين شخص ما هو كريبتين ما هو كريبتين المتعدة كريبتين هذا يجري ان اخذ اليوم بالمتعدة لكي تركز عليك سويا أول حтора Finland من أجل يظهر موظف ويمكان يصيحها الثالثي نيوكيلياي بايرفن تيريكيلا نيوكيلياي يعني تجمع من السل بطري وبعدين الازوس كده الازون كده يكمل في الانفانديبلم لحد ما يوصل للبستيربيتواتري ويوم جاي هنا بيد كون LADH ويكونوا الكوانس هنا وبعدين يمشوا يحصلوا عن طريق الازون الول انفانديبلم او الاستقل الاستقل الربط ما بين الهايبو صلمس ويما بين البيتيتري الحد ما ينزله هنا يتخزنوا في ال ايف في البتيتري فالشغل كله شغلة فدينا يلقي مرضه يعني اي 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 اوه هيرمون عندنا هي عندنا الهيرمون انتيةiedyيريتك هيرمون عشانه عنده الريسبتر على الكيدني يمنع نزول الوطر في الكيدني عنده ريسبتر على prods proximal يوم هو التشيء الأن bassobrations هو الاكسيتوسن واحد واحد اولي هي البهضة والaientى، اللي امين توازته تّصانع من الصبراء heute مليتي سيقول توقين ن זהy ISYY BDF يكون سبرا اوبوك Ley ك Bennett او هو can be arrived or 자막 minute او boatic nucleial sca Programs المليكي اما الاكسيتوسين بثعر من ال�� työ من من خلال من الواقIX الصنع الريغة من اللغة هيا بوصولموس هي تحدث من السل بدي فهي سمعها هيمشي عن طريق الازون ايهنا ما كده من المعودة فهيمشي عن طريق الازون الازون ان ترتبطوا ايه بروتين يشيلهم اكتف مرحلة من انقشول ازاجه بروتين يسميه نيورو فيزينايل نيوروفيزينايل هو ورحلة بروتين يقوم بتحضيره من هنا من النيوكليوي ويقوم بتحضيره في الازون لان البلازما بتبقى water soluble هو البروتين يعني هو اللي يمشي فيها دولا الازون بتاع السوبراوبتك نيوكليوي او الازون بتاع البرافن تركيلا نيوكليوي ازو بلازميك ايه ترانسوور يمشي هنا في الازون في المحور عن طريق ايه؟ عن طريق التراكت نحن عارفين ان الوصل على العصبية اللي ما بينا يصال من البيتيتر من سماة تراكت ال Tai وحتى لحد ما يوصل الى البيتيتري فيل محوره في البيتيتري يكون السبراوبتك نيوكليوي قته بس Sny recycled الصوريج محور به هؤلاء مثل ذلك يبدوا قابلة عربي يجب سكان الزمن اتفيدنا الاختاء طيب. هم هي المهم بيتعانوا ويحصلوا اليه في حصولوهم ستوريج يعني طب لا مش العصب انا قلتت سوري هم يعني هنا كده هنا كده بيخش الكلسم يحصل يكون جاي بنخرج الحويسلة كده ناحي بره تمام اهو نوعي اهوك ثانية اهو كلسبة ويخرج الحويسلة ناحي البره اهو موجودها Ixocytosis تخرج موناتها السلواء هذا الريازي cours إلى اللم يادمть هذا خلالs يجعل الأخير بيجعل أن يف такая إشبال الكالسام بالسبب لل turtles أنا أيضا لا أريد wszystko لقد تخل اللم denying أنت The Player سوف ي دخلي الruح يجعله Ixocytosis يبقى 3 يودص على الرفmi يومisz ان يدخل الكلسيم يوم يدخل التخل يوم رايح على السل يومسح الكريد ومطالع اويكسيتوتوسن يذهب بالمل Game بردو هما بيرتبطوا فى البلد مع جلوبيولين هما بدأ نرف grote impossible يمت Airport دم كانوا مرتبطين هنا من يوروفيزايل لاو البروتين دولا هيريوحوا في الدم بقى يرتبطوا ببروتين برضو بس اسمه اه جولوبيولين بقى motion 2 meshinㅋㅋ زي مين زي زي مرافو عليكم طب ili this information 2 طب الليفر دي قاد معنا اي اي تاني قالكل بيصنع اه اه سماته مدين الليفر بتصنع سماته مدين لكن بتكسر ال قالك عند طريقreiben ويكصر بوثوبراسيونيز ليه انا اسم. بيكصر بوثوبراسينيز. بيكستر بوثوبراسينيز. ويخرج من الكنيز. بيكسر في اللفر. وكدني التضررد برا. والاكسيتوسن برضو يكسر باكسيسينيز. وبيتررد بالاية. تمام? احنا كده اخذنا الهو ماخذنا الخطأ واخذنا الصيب والريليز. هناخد الاكشن بتاع الانت ضايرتك هرمون. بتاع الاكشن بتاع بتاع اسمه ده. الاكسيتوسن. ركزوا اه لان فضل اكشن يتنين دول خلصنا من الاكشن يتصبح الصائم والجسم يكون كلا السهل اول حكاة انت دائرتك هرمون ليه ان تي توانيت لانه يشتغل عكيدني انت دائرتك افكت الحكاة كلها بدأت بواحد صايم الصايم دون واحد صايم واحد صايم يعني مفيش فيلوه في جسم يعني مفيش فيلوه في جسم نأصل فيلوه في الجسم وعم جايميزوذك الايو ؟ ام جايميزوذك الاده ده فصوكما ترددي مقتعد الضيت概't modo يبقى فيه نقص في الفلويد في جسمك اللي هو بتحس ان فيه هايبوتنشان انو الضغط بيقع كبقى كده ويقول لك شربي بقى وكولي ومش عايف ايه عشان الضغط بيقع فاما الضغط بيقع بقى وحاجة كمان اللي هو فازو دايلاتيشن بيقع الضغط فهو بقى لا ان فيه ضغط بيقع لاني نقص الفلويد فراح عمل فازو كونستيركشن عشان يعمل هايبرتنشن اما اصلا اكيد يعني مش هيعمل لا مش هيوقع الضغط واحد صايم دوان الفلويد اللي في جسمه واقعة الاستمولاراتي عالية بس العام لحم كده يعني بس يهم ان الفلويد اللي في جسمه عالية واقع فالفلويد اللي في جسمه واقع فبالتالي عنده هيبوتنشن في قوم جاي ايه دي اتش دوان يقوم جاي ايهcede ايه يقوم جاي imposed یع לחة فيعلالك الضغط شوات اللي هو هيبوتنشن تمام تمام ويروح كدني قولها ابوس ايدك ان من عندush في اللوز في جسمي فaquبوس ايدك ما ترميش اي فليود. فيشتغل كانتي دايريتك. بك اشتغل كانتي دايريتك. حافظ على الفليود وكمان علاج لحالة اللي هي بسبب نقص الفليود اللي في جسمه تحيس انك مهبطة بقى وكده بالفازوك والمستيركشان اللي عمله. تمام? يبقى ناخد تاني ايه في كدني بيزود البرميابلتي بتاعت الديستل والكوليكتينج تيبيول وانتو بقى ايه يعني عوزماء في مديول الرينة اللي يعني. الديستل والكوليكتينج تيبيول الووتر. اه بيعمل الووتر يأبزوربش. عن طريق مين? عن طريق الفازوبرسنت والريسيبتور. تقريبا انتو خطوه يعني. طيب. عالبلاف فيزل زباعة فازوبرسور افكت. ايدي اتش في اللارج الوافر لو كمية كبيرة جدا هيعمل ايه? هيعمل فازوكولنستيركشان عنيف جدا للفيزلز. فيزود الارتريا بلاب بريجر وممكن كمان بس لو زاد اوي اواء عن حده عشان كده لو انتش بتدي دواء او حاجة متديش ادي اتش زاد او اواء عن حده. لان لو عمل فازوكولنستيركشان عنيف ممكن ما يوصلش بلات سبلاي اصلا فيدخلك في اسكيميا. تمام? يعني لو عملها عنيف. لكن لو عملها فيسيولوجي طبيعي هيعليلي الضغط ويرجعني في الحالة الطبيعية. لكن لو عملها عنيف ممكن يعمل لي اسكيميا. ده طبعا بيشتغل عن طريق ايه? عن طريق الفازو الفازوبرسن واحد ريسيبتور. يعني الحكاية كلها بدأت بايه? بدأت بواحد صايم. اه فروحنا على كدني عن طريق الفازوبرسن ريسيبتور وعملنا ابزوربشان. اه من الواتر. فحافظنا على الواتر في في الجسم. وطبعا نقص الفيلويت في جسمه وزيد الاسمولارتي تخليطه في هايبوتينشان في كده. فعمل فازوكولنستيركشان عنيف وعلالي الضغط عمالي هايبوتينشان عن طريق الفازوبرسن وايه? وان ريسيبتور. يبقى البلاد فيزل كلمتين تاخد اما اكدني كلمة واحدة تاخد ريسيبتور. طيب ايه ثاني? قال لك على انتريبو تيوتر اليدور هو الاد اكتا از اي كورتيكو تروبيل ريزنجرمون بيشتغل كأنه سي ار اتش. مش احنا قلنا انه جرس هرمون بيشتغل كأنه اه برولاكتين وبرولاكتين بيشتغل كأنه جرس هرمون. اه ما معنى الاد اتش بقى? فالاد اتش بيشتغل كأنه سي ار اتش بيشتغل كأنه اكسيتوسن على الفكرة انا اخوضها دلوقتي. فهو بيشتغل كأنه سي ار اتش. فبيروح عال بيشتير يروح يخليها تطلع تمام تمام. طيب على الاسموس مصل يقصد لكل الاسموس مصل. بالتالي بيؤدي الى كوليك. كوليكدين اللي هي ايه? اللي هي ابدا من البين. اللي هي ابدا من البين. انا بيشتغل زال الاكسيتوسن وهناقول ان الاكسيتوسن برضو بيشتغل فيها الاتش. من ضمن برضو لالاسموس مصل انه اليوتراين يبقى هو بيعمل استيميوليشن لكل الاسموس نصل في عمل يوكوليكس اللي هي عبدو من البين وكمان بيعمل ايو تراين كونتراكشن اللي هي الاكسيتوسن لايك ايكشن طيب ميتابوليك افكت بقى مش احنا قدين ان كل الهرمونات على فكرة كل الهرمونات اللي هتقابلكم في الاندوكراين قول لا انتي انسلين افكت يعني قول لا ترفع الجولكوس ده عن طريق ايه عن طريق ان هو بيروح على الليفر اللي اللي عارفين ان الجليكوجين بيخزن في الكبد والعضلات وهكذا اللي احنا اكل عافلها من الاعداد او ان استنوايا كان يعني المهم ان هو بيروح على الليفر دلوقتي يوم جاي ميكسر الجليكوجين ده يعمل الجليكوجين اللاصص يوم جاي ميطلع للجولكوس كتير فيزود الجولكوس طيب ايه تاني يقلك انا بسميه الهرمون البارد البرد يعني ايه يعني بيقلل معدل الحرق البيزل متابوليك ريت البيزل متابوليك ريت دو هتاخدوه لو ما كنتم اخذوه يعني في كمامينش هو معدل الحرق انه يخش لي اه باكل مسلا طبق رز اه بحصل على اه متين سعر ح الحرارية ده سمون بيزل متابوليك ريت فبيقلل معدل الحرق فبيخليك كده زيادته وبيخلي شخص كده ينسع عنه كده ما ما فيش حرق لانه هيقلل معدل الحرق تمام ونقصه طبعا بيخلي بيبقى فيه وكده تمام اه بقى دلوقتي احنا قولنا الاكشن بتاعه على كدني عن طريق بيمنع بيمنع ان الوطر يفقد الاكشن بتاعه على اللي هاي تمام بيعمل كونتريكشن الاكشن بتاعه على اه الانتير بيشغل زي ستي ار اتش بيزود الاكشن بتاعه على ال prototopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopop في بالفيزلز منسميها ايه منسميها. تمام تمام. بقيت해 ده روايقتي عندي في الهايبوسالمسة. منسميها. وعندي في الايي وعندي في البيلried في الراسابطرز. ما اسمهي الماء وهي معدية من عندك بقية في الاسمومتلكer في دي بتحس بالأسمولارتي. طبعا نقص يسود لك زيادة باللا ripe. يتعلق فدلوق 똑같i عندك زيادة يعني نقص الفلاود. الشخص ده صاوب عنده نقص في الفلويد وزيادة في الاملح وكده. فالأزموتك ريسيبترز اللي موجودة في الهايبوصالمس حسد. فقالت ايه? قالت تفيه نقص في الاسمولارتي. فعمل جاء الهايبوصالمس في ثانية طلع العشان كده يطلع يشتغل كأندياريتك هرمون ويروحك كده يقوم جاي ايه? يقوم جاي ما حوش يجب مية ويقلل الاسمولارتي العالية قويتين. يبقى والبلاد كده هو معدي. آآ فيه ازموتك ريسيبترز اللي موجودة في الهايبوصالمس بتحس ان فيه زيادة فى الاسمولارتي وتماقص في الفلويد فالجسم ده في حال Krebs الجفاف. الجسم ده الشخص اصايم الجسم ده في حال ديهايدوريشان يحس الموجودة في الانتير بورشا من الهايبوسالماس تروح تقلي الهايبوسالماس بقى تقول لها لا فريز ايدي اتش احنا في حالة دي هايدورشن دلوقتي محتاجين الهايدي اتش فالهايدي اتش يزود الوطر يابزوربشا مبكينة يشتغل كأنش ديروتوك هرمون بقى فالهايزمولارتي ترجع لطبعتها ويمشي وهو ماشي كده عند الهايبوسالماس اه الا الهايبوسالماس بتحس بايه بتحس بالفوليم اللي ماشي في البلود اصلا لو الشخص ده صايم يعني في حالة دي هايدورشن فنقص الفوليم او شخص نصلا حصله اه حدس او كده فعمل هيمورج ونزف فنقص الفوليم دوا بيحسه بقى فيقدي الى نقص الارترية اللي هو الضغط نقص الضغط عشان كده احنا قلنا نواب يعمل كونتريكش عشان يعمل هايبورتينشن فده بيقفكتر الموجودة في الموجودة في بتحس بالحوار ده عن طريق موجودة في الاورتك او الكاروتود فايه فاااا بد功تني تحس ان في نقص في الارترية بلا برج� déjà牌 BIAB проблем من الموجودة في الاورتك او الكاروتود موجودة في الاورتك او كورية يعني بتحس بنقص تحس بالفلويد بتحس في حالة الجفاف فتحس ان الشخص ده صاحب تحس ان فيWD hydration وبالتالي في اي بو 뉴스 بتقوم جاي بقى مزودة لل اي بقى وعمل يعمل لك فازو برسن اللي وقتстраكشن يوم جاي ايب اي يوم جاي يوم جاي اعمل لكي موجودة بتاع بتحس بزيادة اللي هي اللي هي اللي هي نقص الفلوود يعني المهم ان هي زيادة تطلع يوم جاي مقلل الازمولاتي ومزود الفلوود يعني بيمنع ان المية تفقط في يحطها في الدم فيزود الفلوود. اه عندك بتحس بنقص بنقص وبتحس بنقص آآ في الكاروتد والاورتك آآ فبتالي بتزود وتزود وتعمل وتعمل هاي برتنشان وكده. طيب زيادة بتصدر تدريس الاص فأي دائم الحكاية كلها بدأت بشخص صايم الشخص صايم يعني عنده ديف tänker الاصف عد climat فنقص الاصف ملع مياهي في المياهي Little Tea طبعا لو لو قل المياها هي زيد الاملاح مناسبة بالمياها التي نقص الاكسراسلي الفلاود وزيادة الاسمولارتي يجعل الاده يطلع نقص الاكسراسلي الفلاود يحفز الاسمولارتي وتحفز الاسمولارتي المفروض ان الاثنين يطلع الاده كثير جدا ويشتغل كأنتي دائرتك في فاظو برسل ويحفظ على المياه في جسمي ويزودها لي كمان قال لك الاوبية المورفين زي شخص يتعطى مورفين وخلافه والبربتيوريتر باربتيوريتر انيكسيوليتك الحاجات تكون لها تزود الاده لكن الاسمول القحل هو اللي بيقلل الاده قال لك الهايبر سيرميا تزود الاده الهايبر سيرميا زيد الحرارة تزود الاده افتكروا ان انا كنت قلت لكم ان ده هرمون بارد فهيقلل الحرارة بسبب كولد يعني يبقى الهايبر سيرميا تزود الاده عشان يوصلها على حالة الكولد لو وصلنا لحالة الكولد يقول الاده خلاص اوقف انا مش عايزك فالحالة الكولد تقلل الاده حالة الهايبر سيرميا تقلل الاده يوجد الده ي تزود حرق قول يعني يقلل الحرق يعني يقلل الحرارة فأنا دروقتي عندي هايبر سيرمي حرارة عليها زود الده طب لو عندي حرارة حرارة هايبر سيرمي حالات الستيرس يتزود كل الهرمونات على فكرة نرحل لو عتل كومتدسرومون وبرلاكتين و اده في قطرومة و السيرس يتزود الهي عملي يبقى بزيد الده في حالات دكريز الأسي ف وزيادة لازيونالثي في حالات الأبيوت والمورفيل وهو移 Test二 انتيديويريتك ي wooden الانتيديويروتك يمكن ان يعد المرض هو بوليوريا وال bull anxgers كان hall naf Mail بينظ issues يعمل حمام كثير. وكمان وكمان بيعطش كثير. علك المياه اليورين. شوف اليورين لو نزل فيه جلوكوز يبدأ ضعبيس مش عارفة ازاي بدء اليورين. مو من بقيس بقيس جلوكوز في اليورين. لو طلع في لو طلع فيه جلوكوز يبدأ ضعبيس لو ما فيش جلوكوزوريا يبدأ ضعبيس. لان ده ملوش علاقة بسبب الادي اتش. ملوش علاقة بالجلوكوز خالص. يبداي بإدخال الهضمان أنا أصلا نقص الهضمان فهي يخلي الماء من الهضمان فلا يخليش فيه حاجة اسمها بشكل ماء يخلي الهضمان فعشان هو بيأخذ منه الماء الرجع للجسم فدراني نقص الهضمان يبقى مقافف الوضع يبقى عندنا نوعين من الهضمان لان يكون الحضمان بيتيتر يعني اصلا بيتيتري ليس بتطلع EDH ناص ال EDH في البيتيتري بسبب مثلا السوبرو انتر اوب تكنيكلي اي او النرفات في الهايبو صالة او خلافو او الاستورج او اي ان كان حاجات ما بقيتش تصنع اي ما بقيتش تصنع او نفروجونيك طيب ان ال EDH بيطلع عادي خالص لكن يروح يعمل عاكدني انتي ضايرتك يرمون يروح يشتعل عاكدني انطريق الفوزو بريس انتور ريسيبتر تقول له لا مش هتشتغل فبالتالي هي مش هتتقل ويقول لها ابوس ايدك هيعوني لي مياه لطيب لانه مش هعلك مياه وهعمل ضايلت ديره وهنزل مياه في ال EDH يبدو بطريقة انتو مختلفة يكون مستمر ناص ال EDH ممكن يكون في الفوزو مع فوزو كالي ممكن يكون في ال بدور ومشكل في الكني وفيبقى فيها بوليري ودبسي وفيبقى فيها بوليردابسي اهل منفيستر اهل ان الدبسي وفيه ديرا اي لا يعمل عاكد فيها نفسه يجبر حوالي اربعة لعشرين لتر. لنتيجة ان انا عمل ارمي في ميا 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 ميا. كل ما المية بتتخفف كل ما يبقى الجاذبية كده عم فيش حاجة بتنزل من التحت. فالجاذبية بتقل. هتبقى الف واتنين ل الف وتلتة. هي المفروض اصلا من الف وعاشة الف وخمسة وعشرين اللهم اصلا الله يواصل معنا سينا محمد على قبل وزاته سيء. فالجاذبية بتقل. لين لان كل ما فيه ميا الجذبية بتقل. لكن كل ما فيه مسلا آآ آآ سوديا متاسم كده واليا كاتين واي وكلام ده كله بتتشفت اللي رحت في الجذبية بتزيد. فدلوقتي هيزيد هيبقى اربعة لعشرين لتر واللي سبستيفيك هتقل. وبيحصل بوليوريا نتيجة فقدر مياه كتير في جزمه دي فبيحصل بولي ديبسي بيبقى عشان جدا. اكس درينكينج ساكن دريتو بوليوريا فلوسقف اللي وطبعا فيه وتر سوليا بولفيتامينز يعني فيه ايدي 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 ايديفي لايدي دفيزر متابالك قامل انكون عليك انكليز الججل بالبايجو الديا بيدشي فassa لما شيه بارلة فعنده درجة حرارة قليلة. الحك cream نتيجة 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 كميات كبيرة جدا من الفلويد الفلويد يحافظ على درجة الحرة فالشخص بدأ يعمل بوليديبسيا فبدأ يشتب مياه كثير جدا 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 فده يعود للتمبريتشار وكما الجسم سبحان الله انه اول ما يلاقي الاد اتش قل فطبعا الاد اتش انه مسؤول عن انه يقلل البيزة المتابر الكريت فما بيقل البيزة المتابر الكريت بيزيد فبيزود الحرق بيزود التمبريتشار اذا افكد كميات كبيرة بيحصل الى هيمورجة او خلافه التمبريتشار بتقع فمن رحبت ربنا بنا ان ناص الاد اتش ناص الاد اتش وان انا افكد كميات كبيرة بيعوضوا بالزيادة البيزة المتابر الكريت فبالتالي بيزود التمبريتشار تمام تمام خلاص فاضل طالد صلاح ده سريعا كده وهنرجع ثاني نجيبه من اوله جديد اول حاجة الاكسيتوسين 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 ده يشغل على المامر جلاند اول حاجة بيليدت ملك ايه ملك ايجكشن انا اليس اقول ان البرولاكتين وعمل ايه اعمل فورميشن وعمل سكريشن ده بقى بيخرج اللبن اللي هو ملك ايجكشن ملك ليد اوه افكد ده اهم من البرولاكتين ده بيخرج اللبن اكتر من البرولاكتين اذا امكسيتوسين يشغل بالملك يبدو خلايا خواهي شخص تمام هو بقي بيعملها تطلع الابن اللي جواهي يعني جميعاً يفعلها سكويزنج للملك وتعصر اللبن و تظهر في روم الألفيلاي والدكت اللبن يمر في دكتز و الفيلاي و خلايا و يخرج عن طريق النبل و يخرج عن طريق النبل من سمال دكتر للارج دكتر و يخرج خلص مماري جلاند لكن اسم هذا برولاكتين سكريشن بيخرج بكمية أكبر بيعمل كونتراكت الماء و يخرج اللبن من الالفيلاي واللارج دكتر حسناً لماذا أكشان ثانية على اليوترس؟ هو الأشهر بيستمولات اليوترائي كنا نقول ان اليه يشبه في الحتة نير الاندق هتخلف فهو مهم جداً فهو يفعله حاجات كثيرة على فكرة قبل ما يفور الليبور و ديورنج الليبور هو مهم جداً جداً ديورنج الليبور في الولادة يعني بيخليها تولد ولادة طبيعية بيحفز لها الكنتراكشن بتاع الليبور ويوسع لها اليوترس والطفل والجنين يبدأ ينزل ليه الولادة الطبيعية طيب بعد الولادة بعد الولادة بيساعد في يعني اليوترين كده بيكرمش حوالين نفسه بعد الولادة فهو بيساعد في العملية دي طيب قبل الولادة قبل الليبور يعني قبل ما هي عصلاً تبقى حامل وكده بفصلتة الاسبرمس ترانسبورت يعني بيبقى فيه انتر كورتس ما بين الميل ما بين الفيميل فبيخش الاسبرمس عن طريق السيرفكس وكده وعايز يخش على اليوترس هو بقى بيساعد الاسبرمس انه ينتقل في النون بريجنان تيوترس هي لسه مش حامل وبعدين الاسبرمس يقبل ويحصل زيجوت ويعمله جنين فهو بيفر ليبور هو بيساعد الاسبرمس انه يخش طيب ديورنج الليبر بيساعد في العملية الولادية اللي هو التحفيز بقى اصلاً لو الست عايزة تولد ولادة طبيعية فبيدها حقلت اكسيتوسين عشان تحق يحفز الولادة وتولد ولادة طبيعية طيب بعد الولادة بيحصل فهو بيساعد في العملية دي يبقى ليه اكشن عالمامريجلند وليه اكشن عاليوترس تا كده الولادة اول يوم تاني يوم ثلاث يوم رابع يوم خمس يوم ساتس يوم بتلاقي اليوترين بيقى خالص 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 بعد الولادة فهو بقى بيساعد في العملية دي طيب بيقولك الاكسيتوسون في الميل بقى بيكون تراكت الاسموس مصل اللي هو فاصل برسور اه افكت زي ال ادي اتش يعني وكمان ايه وكمان بيسكويز السيكريشن بتاع السويت جيلاند بيخلي السويت كيلاند كما كنا نقول ان هو بيحصل المامريجلاند ويطلع ايه بيطلع السويت وكده العرق يعني الغداد العرقية ده كل الاكشن بتاع الاكسيتوسون الاكسيتوسون واخر السلايد معنا الاكسيتوسون بيزيد بايه الاكسيتوسون دوام بيزيد بداية حاجات اول حاجة ساكلنج ريفليكس الليبر والسيكش والاكد اول حاجة ساكلنج ريفليكس قلناها برضو في البرولة كتير ان الطفل يبدأ يعمل ساكشن للنبل موجودة على البراث فبالتالي يبعت للهايبو سلاموس فالهايبو سلاموس يصنع اكسيتوسون كتير جدا فيعمله ملك ايجاكشن خدناها برضو في البرولاكتين يخلط ايجاكشن يرضع فى يزود البرولاكتين تصبح بيروس البرولاكتين البرولاكتين برضو من البرولاكتين تعود الموجودة هي نفس الحوار Loadotون هي طفل اول بپرج Jan اصلاح ملك ايجاكشن والبرولاكتين بر گريتين طغير ايجاكشن يا ريفليكس الولادة يبدأ الطفل ينزل يقولنا انه مسؤول عن الولادة طبيعية يحفز فيه ولادة طبيعية يوسع الستيرفيكس يوسع الستيرفيكس يوسع الستيرفيكس يبقى الجنين يبدأ ينزل يقول لك ديلاتيستيرفيكس يستموليطيس على السموس مزل عموما اي السموس مزل يبقى لها ستيرفيكس فبالتالي سيبقى اول ما يحصل يعمل السموليشن تبعت يعمل يعمل ينزل الجنين يبعد تاني يقول له طلع ينزل على اليوترس يعمل يطلع تاني يقول له نزل يزودي الاكسيتوسين فتي بنسميها بوسط في ايه؟ بوسط في فيدباك يبقى تاني بيقولك ديورينج الليبر ديورينج الليبر دوستندينج قفل هاد قفل الفيتس دوستندينج قفل الفيتس اللي هو نزول الهاد بتاعت الفيتس بيحفز ايه ان هو هيحصله تمام تمام طيب هو ويه تاني اللي هي موجودة على اليوترن يوترس يعني بتحفز بتحفز لو ما امين يا رأى بتقول له طلع الاكسيتوسين يبدأ الطفل ينزل 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 تمام طيب احنا قلنا ايه؟ اهو يبعت ايه؟ الطفل ينزل اهو ويوم جاي تمام تمام هو هنا بقى بيقولك ايه؟ يعني بنسمى بوسط فيدباك يبعت الهيبو سلمس نزل اكسيتوسين تاني ينزل الهيبو سلمس نزل يبعت نزل يبعت نزل دي من زمان بوسط في ام فيدباك طب تعد حاجة عليك استراتش اف الفاجينا عند افرنت امبالسس اهو اول ما يجي بقى الاسبرمس يخش جواه احنا اصلا قلنا ان هو ليه دور لدور في انه ايه؟ انه يحفز الاسبرمس اصلا انه تيجي من الاتسس وانه تيجي من الابودادرمس اصلا قلنا في الاسبرمس الاسبرمس دلوقتي اصلا قلنا داخل الاسبرمس فبتروح بالفاجينا وتعادى على السيرفيكس واليوترس فدلوقتي استراتش اف الفاجينا اول ما يحس ان في اسبرمس بيبعت امبالسس لهايبو سلمس ان يتحفز الاكسيتوسين عشان الاكسيتوسين دون بيساعد الاسبرمس ان يتخش بسلام يعني هو حبيبي الاسبرمس يبقى اول ما الاسبرمس تخش يضي امبالسس للايبو سلمس تقوم جاي جاي بالاسبرمس كتير يبقى الكنترول عن طريق ساكلنج ريفليكس وليبر وسيكشوال ايه وسيكشوال اكتر تمام كده خلصنا هنبدأ بقى الراجع طيب نكم ابدأ مراجعتنا سريعا كده احنا وقفنا عند البرولاكتين هرمون اللي هو الماموتروبين قلنا ان هو يتفرز من الان اللي هو الاسيدوفيل كانت تنسبتها ايه؟ اللي هو الاسيدوفيل وبيزوفيل برضو 10% الاكشن بتاع البرولاكتين هو بيعمل ايه؟ بيعمل ملك فورميشن وسيكريشن بيزود اللبن بيصنعه عن طريق ان هو الفات واللاكتوز والكازين اللي هي المقونات الاساسية من اللبن وبعدين بعد تهت يومين تهت يام كده بيقوم جاي مصنع اللبن قلنا الاكسيتوسن دلوقتي ان هو اقوى منه في الملك ايه؟ في الملك ايجاكشن ويخلي الام تحيس بانها الهيال اللي هي الكير اوف البيبي احنا قلنا دور على الربولدكتف ازاس وقلنا ان هو دوره ايه؟ دوره نيجاتيف بيقلل الاستيكليشن من الهايبو سلمس اللي هي جي ار اتش والتالي الافتالي 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 برضو الاستيكس هرمون من التستس وكده مش هيطلعوا تمام فبالتالي بيينهيبت الافاليوشن مفيش تبويد ومفيش انزفلماتوجينيس مفيش لبيدو اللي هي ايه اللي هي سيكشوال بيحصلوا عن طريق ايه؟ هايبو سلمك او فيدباك هايبو سلمك اللي هو عن طريق هايبو سلمس اللي بيتحكم في اي حاجة زي ما احنا قلنا اللي هو الدوبامين يعني طيب وده اللي موجود اللي هو الانهيبتر هرمون في الحالات الطبيعية يعني لانه مش الا في حالة عشان يعمل وكده لكن غير كده بيعمل له انهيبتر هرمون فعشان كده محدش يخاف يعني ان هو يحصل له ونصف اللي بيدو وكلام ده لان اغلبيه البريولاكتين اصلا موجود في وضع انهيبتوري تمام؟ الفيدباك كنترول يعمل البريولاكتين نفسه يطلع من البتيتري يقول البيتتري ما اتطلعنيش تمام؟ طيب اه احنا قلنا اي هرمون اصلا بيزيد ب السليب والسترس والسيرجري طبعا انه كل الهرمونات انتي انسولين افكتفة يزود الجلوكوس فحالات الهايبو جليسمية هيزيد البرولاكتين وحالات الاكسرصاي طب الاستيروجين بيزود برولاكتين طب الاستيروجين بيزود البرلاكتين حلات السيكريشن ما في حالات السيكريشن خصوصي وايحصل دليوري فبالتالي هو بيزوده وبيقول له اشتغل وصلنا على لبن وكل حاجة ولكن بيينهبت اس اكشن على البرست ما يخلوش يعمل سكريشن وما يخلوش يطلع ملك تمام تمام طب دلوقتي حصل دليفري الاستورجين بيقع اصلا والاكشن بتاع الوال انهباتوري ده بيقع اصلا فبالتالي بيبدأ البرولاكتين يشتغل على اللبن تمام اول بقى ما الطفل يعمل ساكلنج ساكلنج دوا طبعا في تاتش رسافتورز بتبعت امبنس الهايبو صنامس تزود البرولاكتين البرولاكتين يزود الايه يزود اللبن وكده او كونتشن الرفليكس البرولاكتين اول ما الامة اصلا تشوف ابنها بيتسي او تهير ابنها بيعايت وكده او عايز يرضع فالبرولاكتين بيزد تلقائيا مشروط ده تفعل مشروط ويوم جاي مزودك ايه مزودك اللبن الدسورتز بتاعت الايه يكون هايبو فبالتالي مشيه يبقى فيه الاكتيشن اللبن او هايبر اجيب لبن صناعي او هايبر اللي هو بسبب الادينوما خصصا في البرولاكتين سكرتوري سالز اللي موجودة في البتيوتر جاند او في الوامن زيادة البرولاكتين هيزود لك اللبن اوي في عملك جالكتورية وطبعا ايه وطبعا هيعملك لوس افليبيدو وطبعا ايه مفيش لانه بيوقع الربروضاكتف ازاس ويعمل مفيش افليوشا مفيش تابويد ومفيش جنادة ومفيش امونوريا او برضو في الميل برضو بيعمل هايبو جناداز مفيش سبرميس بيقصر على سبرماتو جينيز في عمل امبوتنس ولوس ايه ولوس ايه ولوس في اللبن طيب استريت من تفل هايبر برولاكتينمي اننا دي دوبامين اللي هي دوبامين اجنس داي اذا برو برومو كريبتين او اننا نشيل الادينوما دي اصلا تمام الوصيل البتيوتري اللي هي نيوروهايبوفيسس دي بيطلع على اتنين هرمون انتي دايرتك هرمون او فاسبرسل واكسيتوسن انتي دايرتك هرمون بيتصنع من السبراء اوبتك نيكليا لكن الاكسيتوسن بيتصنع من البرافن تروكيلان نيكليا ايه الاكسيتوسن طيب خرجوا دلوقتي في الدم هيمشوا هيرتبطوا ايه بس بطريقة لوس شوية مع ايه مع الطريقة ضعيفة يعني مع الجلوبيولين وبعدين يخلصوا الاكشن بتاعهم يروح يحصل لهم ان اكتيفشن عن طريق اللي فاسبرسيميز او الاكسيتينيز وبعدين يروح على كدني يخرج جبرا الجسم يحصلهم اكسيكريشن يبا كده متابوليزم اكسيكريشن وكل حاجة طب ايه دي ايش اللي اكشن بتاعه على كدني انتي دايرتك عن طريق ايه كدني كلمة واحدة فهي ايه اتنين ايه اتنين رسيبترز انتي دايرتك ايفكت فبيزود بمنابلتي بتاع الدستال هو طبعا ايش الحكاية كلها بدأت بشخص صايم شخص صايم دا عنده دريشة ونقص الايه ونقص الفلوت في جسمه فبالتالي ايه بالتالي عايزين نحاول يروح لكدني يقول لها بوس ايديك حاويش على صود على مية على قد ما تقدري فاحنا دروقتي عايزين نزود الاكسرا سيلة ايه في لوان على البلوف بزلز برضو حصل هايبوتينشن فاحنا دروقتي عايزين نوقع عايزين نعمل هايبوتينشن فيعمل كونتراكشن اا كونتراكشن تمام عن طريق الفاظوبريسن واحد هي بلوف بزلز كلمتين فهو فاظوبريسن واحد الانتيوب بتيوتري برضو بيزود بيشتغل كأنه سي ار ات فا يزود الاستى من الانتيوب بتيوتري بيروح لرهمس مصل بيشتغل كأنه اكتوسين فيعتبني او كصيم تراين كونتراكشن ور號 السموز ganska يحفز كل السموز ماسل بيعمالها بيقلي الى اكيوت ابديونا البين اللي هاي اللي هي اليه الدي اي 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 إي اي 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 اكيوت ابديونا البين طيب طيب ان هو بقيس ان هو هيكس النيكسر الجليكوس عن طريق ان هو بيكسر الجليكوجين اللي موجود في الليبر ااو واه ه بارد فبيقلل البيزل متابوليك ريت اللي هو المعادل الحرق يعني. طبعا بيقولك ايه زيادة الاوزموتك في اا ريسيبتورس كده اسمها اوزموتك ريسيبتورس موجودة في الانتير بورشا متاع الهايبوصامس هتحس بالكلام ده هتزاود ال اي دي اتش. ال اي دي اتش يزود لك الوطر ويقلل ال ازموتك فترجع الدنيا ايه طبيعي. طب نقص الاكسرسيل في حاجة اسمها في حالات الهيموريج او حالات او شخص صايم اصلا دي هيدريشان او خلافه هيقل الارتيريا بلد بورشا عندك سريتش ريسيبتورس موجودة في الاورتك او الكوريتو الصينس هتحس بكلام ده هتزاود ال اي دي اتش. فايه فهيرجع لك ال اي دي اتش بيزيد في حالات ايه لو انا طبعا شخص صايم شخص صايم فعنده نقص في ال اكسرسيل فايزيد عشان ايه عشان يعدل الدنيا دي او واحد بيتعطى مورفين او او بيزديد ال اي دي اتش برضو. اه لكن القحل ده هو بيقلله. تمام? القحل قللوا. القحل قللوا. تمام? اه حالات الهايبرسلمية بتزود ال اي دي اتش لان هو هيرمون بارد فهيوصلني حالة من القل دي يعني. حالات السترس بتزود كل الهيرمونات اصلا. طب قلنا هيا زي اه كمية كبيرة جدا. اه على كمية في منه نوعين بيتيتر ان البيتيتر اللي نفسها اول هاي بصمم مش بيصمعوا الاده اما نفروجينيك ان الاده متشغل على كدني طيب بيحصل بوليوريا بوليوريا يعني بيبقى في يورين كتير بيبقى في ووتر كتير في اليورين اربعة عشرين لتر واليورين بتقل الف واثنين لالف وثلاثة وبوليدبسي اللي هو بيشب كتير سكن داخل بوليوريا طبعا ان انا بافكد مية كتير فبافكد معاه الوطر كانت مت imagenica ضوطية مثل الود في غريب الكتير خلطي بوطر وجشorable حربك طويلة الوطر و resulta سنقص huزق و ال mãni مساعد ورين امي جد دو حربك Y43 وهيحصل زيادة في البزر متاكي الطيب ،�خبزن Basic يتحرك الى ψبي مكاني المك автомобиля ويقوم بخلج الملك اما اليوترس اليوترس اصلا ايه يجعل الاسبرن يخش دورنج اليبر يجعل ايها تولد ولدة نورمل طبعيا في النار موضوع يساعد عن انفليل وهو تقلص حجم اليوترس تمام تقلم في الميل في الميل يساعد الاسبرن ان انه ينتقل ينتقل في التس والاستيار تسمى تستيار تمام حاولها كده ابديديمس كده وبعدين الوعاء النوكل هو بقا بيساعد الكندركشن بتاع الاسموس مسل في التيستس والابديديمس اه والابديديزم فيقوة في عدل لاسبرمس يعني وعشان تروح لفيميل بسلام يعني في البوستيكس بيعمل ايه بيعمل 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 بيشتغل زي الاده وكمان بيحفز ايه بيحفز السويت جلاندس اللي هي تشتغل وطلع ايه وطلع السويت وكده طيب الاكسيتوسون بيزيد بايه بيستقلنج ريفلكس اول ما الطفل يرضع بيه تاتش رسيبترز بتبعت امبالتس لهايبوسالمس يطلع اكسيتوسون كتير الليبر الولادة الاستيرفكس بيحصله ضيليتيشن واليوترايم بيحصله كونتراكشن في ستريتش رسيبترز على المسلز بتبعت لهايبوسالمس وتزود برضو فالطفل يبدأ ينزل وبعدين يبعث له تاني يقول له زودني فالطفل يبدأ ينزل وده كده من زميه بوسط في فيدباي كسم فيه وهو تبعت فتبعت ايبوسوس وهو تفعل اكسييتوسون و وتحمل هلب في الاسبرم يعني تحفز ان الاسبرم يوصل بسلام امسك وتخبرى يناس الخلائم احنا ايدينا الانتير LISAEATERي يصبح الانتيل بيثوثيتر يزعله الانتيل بيثوتر دليلي schemes وتحメير المي كل جي اي حال للوي يزال أ peeling م frankม يعني م70 مasse مourage ماذا نسأل إذا ا çevからです او30 بهذا الدش centre بشكل pare yeah تقول او30 او30 انا جميل ذاتي او 30 يقض بالوzon يشوف البشكل يعني بشكل يتifica سوف تزيط الاي بار کاور روض una gestion بس كده سانكيو عزرا جدا لو كنت طولت عليكم بجد بس المحاضرة طويلة بس جميلة جدا 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 وهتحبوها لو عندك اي تعليق انو في الكومنتات وربنا يوفقكم يا رب ونخلص الترما على خير ودعونا بقى في الترما بقى والدرما يلا على خير السلام عليكم